حدثنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهو حدثني ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيك حدثنا نصر بن علي حدثنا سفيان عن سليمان الأحوال عن طاوث عن ابن عباس قال كان الناس ينطركون في كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواق بالبيت حدثنا القع نبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيين فقيل إنها قد حاط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حادثتنا قالوا يا رسول الله إنها قد أفاض فقال فلا إذا حدثنا عمر بن عون أخبرنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوسن قال أتيت عمر بن الخرطان فسألته عن المرأة طروف بالبيت يوم النحي ثم ضحيت قال ليكن آخر عهدها بالبيت قال فقال الحارث كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال عمر أرفت عن يديك فألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ما أخالف حدثنا وأبو بن بقية عن خالد عن أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قال أحرمت من التنعيم بعمرة فدخلت فقضيت عمرتي وانتظرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح حتى أخرج وأمر الناس بالرحيم قال وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فضاف به ثم أخرج حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر يعني حنفي حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة قال خرجت معه تعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في النفر الآخر فنزل المحفظ قال أبو داود ولم يذكر ابن بشار قصة بعثها إلى التنعيم في هذا الحديث قالت ثم جئته بسحر فأذنت لأصحابه بالرحيم فارتحله فمر بالبيت قبل فلات الصبح فطاف به ثين خرج ثم انخرق متوجها إلى المدينة حدثنا يحيى بن معين حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريد أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أن عبد الرحمن بن طارق أخبر عن أمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاز مكانا من دار يعلى نسيه عبيد الله سقبل البيت فدعا حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن أبي عن عائشة قال إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحفظ ليكون أسمح لخروجه وليس بسنة فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزل حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيخ المعنى وحدثنا مسدد قالوا حدثنا سفيان حدثنا طالح بن كيسان عن سليمان بن يثار قال قال أبو غافع لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزله ولكن ضربت قباته فنزله قال أسدد وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وقال عثمان يا عمي في القطح حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزمري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجة قال هل ترك لنا عقيل منزله ثم قال نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث قاتمت قريش على الكفر يعني المحصد وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم أن لا يناكفوهم ولا يبايعوهم ولا يؤووهم قال الزهري والخيف الوادي حدثنا محمود بن خالد حدثنا عمر حدثنا أبو عمر يعني الأوزاعية عن الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من منا نحن نازلون غدا فذكر نحوه ولم يذكر أوله ولا ذكر الخيف الوادي حدثنا موسى أبو سلمة حدثنا حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله وأيوب عن نافع أن ابن عمر كان يهجع هجعة بالبطحاء ثم يدخل مكة ويدعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر وأيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعفر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هجع بها هجعة ثم دخل مكة وكان ابن عمر يفعله حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمر بن العاط أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنا يسألونه فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج وجاء رجل آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحر قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج قال فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال اسمع ولا حرج حدثنا عسمر أبي شيبة حدثنا جرير عن الشيباني عن زياد بن علاقة عن اسامة بن شريك قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجة فكان الناس يأثونه فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا فكان يقول لا حرج لا حرج إلا على رجل اخرض عرض رجل يسلم وهو ظالم فذلك الذي حرجوها حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينة حدثني كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة عن بعض أهل عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمعون بين يديه وليس بينهما سترة قال سفيان ليس بينه وبين الكعبة سترة قال سفيان كان ابن جريج أخبرنا عنه قال أخبرنا كثير عن أبيه قال فسألته فقال ليس من أبي سمعته ولكن من بعض أثري عن جدي حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني يحيا يعني ابن أبي كثير عن أبي سلم عن أبي هريرة قال لما فتح الله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبث عن مكة الفيل وصلت عليها رسوله والمؤمنين وإنما أحلت لي ساعة من النهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة لا يعطف شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل نقطتها إلا لمنشت فقال العباد أو قال قال العباد يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر قال أبو داود وزادنا فيه ابن المصفى عن الوليد فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه قلوا للأوزاعي ما قوله اكتبوا لأبي شاه قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن قاوس عن ابن عباس في هذه القصة قال ولا يختلى فلاها حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه عن عائشة قالت قلت يا رسول الله ألا نبني لك بمنا بيتا أو بناء يضيلك من الشمس فقال لا إنما هو مناخ من سبق إليه حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان أخبرني عمارة بن ثوبان حدثني موسى بن بابان قال هتيت يعلى بن أمية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتكار الطعام في الحرم الحاج فيه حدثنا عمر بن عون حدثنا خالد عن حميد عن بكر بن عبد الله قال قال رجل لابن عباس ما بال أجل هذا الزيت يسكون النبيل وبنوا عنهم يسكون اللبن والعسل والسويح أبخل بهم أم حاجة فقال ابن عباس ما بنا من بخل ولا بنا من حاجة ولكن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة ابن زيد فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب فأتي بنبيل فشرب منه ودفع قطله إلى أسامة ابن زيد فشرب منه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني الدراوتي عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد هل سمعت في الإقامة بمكة شيئا؟ قال أخبرني ابن الحضرمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجرين إقامة بعد القدر ثلاثة حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة ابن زيد وعثمان ابن طلحة الحجبي وبلال فأغلقها عليه فمكث فيها قال عبد الله بن عمر فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بهذا الحديث لم يذكر السواري قال ثم صلى وبينه وبين الخبلة ثلاثة أذرم حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن ناتا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث القعنبي قال ونسيت أن أسأله كم صلى حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال قلت لعمر بن الخطاب كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فين دخل الكعبة قال صلى ركعتين حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمر بن أبي الحجاج حدثنا عبد الوارث عن عيوب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآله فأمر بها فأخرج قال فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهما الأزلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله والله لقد علموا ما استقتما بها قال ثم دخل البيت فكبر في نواحيه وفي زواياه ثم خرج ولم أصلي فيه حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز عن عرقمة عن عمه عن عائشة أنها قال كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني في الحجر فقال صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت فإن قومك قطروا خين بن الكعبة فأخرجوه من البيت حدثنا حدثنا عبد الله بن داود عن إسماعيل بن عبد الملك عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وهو مسرور ثم رجع إلي وهو كئيب فقال إني دخلت الكعبة ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي حدثنا ابن الزرح وسعيد بن منصور ومسدد قالوا حدثنا سفيان عن منصور الحجر حدثني قال عن أمي طفية بنت شيبة قال سمعت الأسلمية فتقول قلت لعثمان ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في ندعاه قال قال إني نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي قال ابن السرخ خالي مسافع بن شيبة حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن محمد للمحاربي عن الشيبان عن واصل الأحدب عن شقيق عن شيبة يعني ابن عثمان قال قعد عمر بن الخصاب رضي الله عنه في مقعدك الذي أنت فيه فقال لا أخرج حتى أقتم مال الكعبة قال قلت ما أنت بفاعل قال بلى لأفعل قال قلت ما أنت بفاعل قال لما قلت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر رضي الله عنه وهو ما أحوج منك إلى المان فلم يخرج وهو ما فخرج حدثنا حامد بن يحيا حدثنا عبد الله بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن إنسان حدثنا عن أبيه عن عروة بن الزبير عن الزبير قال لما أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من لية حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرف القرن الأسود حجوها فاستقبل نخبا لبطره وقال مرة واديه ووقف حتى تقف الناس كلهم ثم قال إن صيد وج وعضاهه حرام محرم لله وذلك قبل نزوله الطائفة وحصاره لثقير حدثنا مسدد حدثنا سخيان عن الزهري عن سعيد بن المسيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن علي رضي الله عنه قال ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وفي هذه الصحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حراما ما بين عائر إلى ثور فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عد ولا طر وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مطلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عد ولا طر ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عد ولا طر حدثنا إذن المثنى حدثنا عبد الصمد حدثنا هنام حدثنا قتادة عن ربي حسان عن علي رضي الله عنه في هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يختلا خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقر لقطتها إلا لمن أشاد بها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعرف رجل بعيره حدثنا محمد بن العلاء أن زيد بن الحباب حدثهم حدثنا سليمان بن كنانسة مولى عثمان بن عفان أخبرنا عبد الله بن أبي سفيان عن عزي بن زيد قال حما رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريدا بريدا لا يخبط شجره ولا يعبد إلا ما يساق به الجمل حدثنا أبو سلمة حدثنا جرير يعني ابن حازم حدثني يعبد محكيم عن سليمان بن أبي عبد الله قال رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبه ثيابه فجاء مواليه فشلموه فيه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن مولا لسعد أن سعدا وجد عبيدا من عبيد المدينة يقطعون من شجر المدينة فأخذ متاعهم وقال يعني لمواليهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقطع من شجر المدينة شيء وقال من قطع منه شيئا فلمن أخذه سلبه حدثنا محمد بن حقص أبو عبد الرحمن القطان حدثنا محمد بن قالد أخبرني خارجة بن الحارف الجهني أخبرني أبي عن جادر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يُقبط ولا يُعْضَ حِما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يهش هشا ربيقا حدثنا مستد حدثنا يحية حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن ابن مير عن عبيد الله عنب عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا زاد ابن نمير ويصلي رفعتي حدثنا محمد بن عوح حدثنا المقرئ حدثنا حيوة عن أبي صصر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قصير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام حدثنا أحمد بن صالح قرأت على عبد الله بن نافع أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقرئ عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم حدثنا حامد بن يحيا حدثنا محمد بن معن المدني أخبرني داود بن خالد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ربيعة يعني ابن الهدير قال ما سمعت طلحة بن عبيد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قطر غير حديث واحد قال قلت وما هم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قبور الشهداء حتى إذا أشرفنا على حرة واقم فلما تدلينا منها وإذا قبور بمحنية قال قلنا يا رسول الله أقبور إخواننا هذه قال قبور أطحابنا فلما جئنا قبور الشهداء قال هذه قبور إخواننا حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخب البطحاء التي بذلك ليفة فخلى بها فكان عبد الله ابن عمر يفعل ذلك حدثنا القعنبي قال قال مالك لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرث إذا قفل راجعا إلى المدينة حتى يصلي فيها ما بدى له لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرت به قال أبو داود سمعت محمد بن إسحاق المدني قال المعرث على ستة أميال من المدينة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال إني لأمشي مع عبد الله ابن مسعود بمنه إذ لقيه عثمان فاستخلاه فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي تعال يا علقمة فجئت فقال له عثمان ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن بجارية بك لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعفى فقال عبد الله لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم المباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرق ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء حدثنا مسدد حدثنا يحيا يعني ابن سعيد حدثني عبد الله حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح النساء لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاغفر بذات الدين تريبك يدا حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية أخبرنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعب عن جابر بن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتزوجت قلت نعم قال بكرا أم ثيبا فقلت ثيبا قال أفلا بكر تلاعبها وتلاعبه قال أبو داود كتب إلي حسين بن حريث المروزي حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقف عن عمارة بن أبي حفة عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا تمنع يد لامس قال غربها قال أخاك أن تتبعها نفسي قال فاستمتع بها حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا مستلم بن سعيد بن أختي منصور بن زاذان عن منصور يعني ابن زاذان عن معاوية بن قرر عن معقل بن يسار قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلت أفأتزوجها قال لا ثم أتاه الثانية فنها ثم أتاه الثالثة قال تزوج الوجود الولود فإني مكافر بكم الأمم حدثنا إبراهيم بن محمد التيمي حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخمث عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرتد بن أبي مرتد الغنوي كان يحمل الأسارة بمكة وكان بمكة بغي يقال لها عناء وكان صديقته قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عنها قال فسكت عنها فنزلت والزانية لا ينكحها إلا ذان أو مشهرك فدعاني فقرأها علي وقال لا تنكح حدثنا مسدد وأبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن حبيب حدثني عمر بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزان المجدود إلا مثله وقال أبو معمر حدثني حبيب المعلم عن عمر بن شعيب حدثنا هنال بن السريح حدثنا أكثر عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتقى جاريته وتزوجها كان له أجرارا حدثنا عمر بن عون أخبرنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنث بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقى صفية وجعل أتقها قضاقها حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير عن هشام بن عروة عن عروة عن غينب بنت أم سلم أن أم حبيبة قالت يا رسول الله هل لك في أختي؟ قال فأفعل ماذا؟ قالت فتنكحها قالت أختك؟ قالت نعم قالت أو تحبين ذلك؟ قالت لست بمخلية بك وأحب من شركني في خير أختي قالت فإنها لا تحل لي قالت فوالله لقد أصبرت أنك تخطب ذرة أو ذرة شك زهير بنت أبي سلمة قالت نعم قال أما والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلتني إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها تويبة فلا تعرفن علي بناتكن ولا أخواتكن حدثنا محمد بن كثير العبدي أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي أفلح بن أبي القعي فاستفرت منه قالت تستفرين مني وأنا عمق قالت قلت من أين؟ قال أرضعت مرأة أخي قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعن الرجل فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال إنه عمرك فليلت عليك حدثنا حفظ بن أمر حدثنا شعبك وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا خفيان عن أشعة بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة المعنى واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قال حفظ شق ذلك عليه وتغير وجوه ثم اتفقا قالت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة فقال انظرنا من إخوامكم فإنما الرضاعة من المجاعة حدثنا عبد السلام بن مطخر أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن أبي موسى عن أبيه عن ابن لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال لا رضاعة إلا ما شجد العضب وأنبت الأحر فقال أبو موسى لا تسألونا وهذا الحبر فيكم حدثنا محمد بن سليمان الأنبري حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الغلال عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وقال أنشز العرب حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عن بثة حدثني يونث عن ابن شهاب حدثني عروة بن زبيع عن عائشة ذوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلم أن أبا حذيفة بن عطبة بن ربيعة بن عبد شمس كان تبنى سالما وأنكحه ابنت أسيه عند بنت الوليد بن عطبة بن ربيعة وهو مولا لمرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراته حتى أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك ادعوهم لآبائهم إلى قوله فإخوانكم في الدين ومواليكم فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين فجاءت أهلة بنت سهيل بن عمر القرشي ثم العامرين وهي امرأة أبي حذيفة فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت فكيف ترا فيه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعي فأرضعته خمس رضعا فكان لمنزلة ولدها من الرضاع فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا خمس رضعا ثم يدخل عليها وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهن وقلن لعائشة والله ما ندري لعلها كانت أخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قال كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن عشر رضعات يحرم ثم نسخنا بخمس معلومات يحرم فتغفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا إسماعيل عن عيوب عن ابن أبي مليك عن عبد الله بن زبير عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصة حدثنا عبد الله بن محمد بن فيدي حدثنا أبو معاوي وحدثنا ابن العلا حدثنا ابن إدريس عن عشان بن عروة عن أبيه عن حجاج عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاعة قال الغرة العبد أو الأمى قال نفيلي حجاج بن حجاج لأسلم وهذا لفظ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا ذهير حدثنا داود بن أبي هند عن عامر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عن بسة أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني قبيصة ابن ذؤيد أنه سمع أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا خطاب بن القاسم عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين حدثنا أحمد بن عمر بن السرش المصري حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن زبيع أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى وإن سفتم ألا تقصطوا في اليتاما فانكحوا ما طابدكم من النساء قالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فتشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقصط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينشحوهن إلا أن يقصطوا لهم ويغلغوا بهن أعلى ثنتهن من الصداق وأمروا أن ينشحوا ما طاب لهم من النساء سواهم قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يطلى عليكم في الكتاب يتامى النساء إلا سيلا تؤتونهن ما كتب لهم وترغبون أن تنشحوهن قالت والذي ذكر الله أنه يطلى عليهم في الكتاب الآية الأولى الذي قال الله سبحانه فيها وإن كثتم ألا تقصطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت عائشة وقول الله عز وجل في الآية الآخرة وترغبون أن تنشحوهن هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينجحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقصد من أجل رغبتهن عنهن قال يونس وقال ربيعة في قول الله عز وجل وإن كثتم ألا تقصروا في اليتامى قال يقولوا اتركوهن فقد أحللت لكم أربع حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يعقوب ابراهيم بن سعد حدثني ابن أبي الوليد بن كثير حدثني محمد بن عمر بن حلحلة الزيلي أن ابن شهاب حدث أن علي بن الحسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنكما لقيه المسور بن مخرمة فقال له هل لك إلي من حاجة تأمرني بها قال فقلت له لا قال هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه وأيم الله لئن أعطيتني لا يغلب إليه أبدا حتى يغلب إلى نفسي إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرب بنت أبي جهل على قاطمة رضي الله عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغلب الناس في ذلك على من بله هذا وأنا يومئذ محتلم فقال إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينه قال ثم ذكر فقرا له من بني عبد شمس أثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا حدثني محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة وعن عيوب عن ابن أبي مليكة بهذا الخبر قال فسكت علي عن ذلك النكاح حدثنا أحمد بن يونس وقتيبة بن ساعي المعنى قال أحمد حدثنا الليل حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي أن المثور ابن محمة حدثة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينجح ابنتهم من علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينجح ابنتهم وإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آباها والإصبار في حديث أحمد حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا عبد الوارد عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال له رجل يقال له ربيع بن سبره أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداء حدثنا محمد بن يحيى بن ثارث حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ربيع بن سبره عن أبيه أن نبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء حدثنا القاع نبي عن مالك وحدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا يحيى عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار زاد مسدد في حديث قلت لنافع ما الشغار قال ينجح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير القضاء وينجح أخت الرجل وينكحه أخته بغير القضاء حدثنا محمد بن يحيى بن ثارث حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكان جعلا صداقا فكتب معاوية إلى مروان يدمره في التفريق بينهما وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ذهير حدثني إسماعيل عن عامر عن الحق عن علي رضي الله عنه قال إسماعيل وأراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له حدثنا وهو بن بقية عن خالد عن حصين عن عامر عن الحارف الأعور عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأينا أنه علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة وهذا رفض إسناده وكلاهما عن وكيع حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاها حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا أبو قتيبة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطن قال أبو داود هذا الحديث ضعيف وهو موقوف وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما حدثنا أحمد بن عمر بن السرح حدثنا سفيان عن الزهرية عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الله بن مير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه إلا بإذنه حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا محمد بن إسحاف عن داود بن حصير عن واقد بن عبد الرحمن يعني ابن سعد بن معاد عن جادر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها حدثنا محمد بن كبير أخبرنا سخيان أخبرنا إذن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من رأت نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها غاقل ثلاث مرات فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجر فالسلطان ولي من لا ولي لها حدثنا القعنبي حدثنا ابن لهيعة عن جعفر يعني ابن ربيعة عن ابن شهاف عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال أبو داود جعفر لم يسمع من الزهري كتب إليه حدثنا محمد بن قدامة بن أعين حدثنا أبو عبيدة الحداد عن يونس وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي قال أبو داود وهو يونس عن أبي بردة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن زبير عن أم حبيبة أنها كانت عند ابن جح فهلك عنها وكان في من هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عنده حدثنا محمد بن المثنة حدثني أبو عامر حدثنا عباد بن راشد عن الحسن حدثني معقل بن يسار قال كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه ثم طلقها طلاقا له رجع ثم تركها حتى انقضت عجتها فلما خطبت إلي أتاني يخطبها فقلت لا والله لا أنكحها أبدا قال ففي نزلت هذه الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن الآية قال فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا أمام وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماس المعنى عن قتادة عن الحسن عن ثمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما وأيما رجل باع ضيعا من رجلين فهو للأول منهما حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أصباب بن محمد حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عبد قال الشيباني وذكره عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا عن ابن عبد في هذه الآية لا يحل لكم أن تركوا النساء كرها ولا تعضلوهن قال كان الرجل إذا مات كان أوليائه أحق بامرأته من ولي نفسها إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فنزلت هذه الآية في ذلك حدثنا أحمد بن محمد بن ثابث المروزي حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيت عن يزيد النحو عن أكرمة عن ابن عبد قال لا يحل لكم أن تركوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وذلك أن الرجل كان يرث امرأة بقرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها فأحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك حدثنا أحمد بن شبوي المروزي حدثنا عبد الله بن عثمان عن عيسى بن عبيد عن عبيد الله مولى عمر عن الطحاق بمعنى قال فوعظ الله ذلك حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان حدثنا يحيا عن أبي سلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها قالوا يا رسول الله وما إذنها قال أن تسكت حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد يعني ابن زريع وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد المعنى حدثني محمد بن عمر حدثنا أبو سلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو ابنها وإن أبت فلا جواز عليها والإخبار في حديث يزيد قال أبو داود وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان ومعاد بن معاذ عن محمد بن عمر حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمر بهذا الحديث بإسناعيل زاد فيه قال فإن بكت أو سكت زاد بكت قال أبو داود وليس بكت بمحكوظ وهو وهم في الحديث الوهم من ابن إدريس أو من محمد بن العلاء قال أبو داود ورواه أبو عمر ذكوان عن عائشة قالت يا رسول الله إن البكر تتحي أن تتكلم قال سكاتها إقرارها حدثنا عثنان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام عن سفيانة عن إسناعيل بن أمية حدثني ثقاف عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمر النساء في بناتهم حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرم عن ابن عباس أن جارية ذكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حمال بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال أبو جاود لم نذكر ابن عباس وكذلك رواه الناس مرسلا معروف حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن مسلم قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها والذكر تستأذن في نفسها وإذنها قماتها وهذا لقب القعنبي حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل بإسناده ومعنى قال أسيب أحق بنفسها من وليها والذكر يستأمرها أبوها قال أبو جاود أبوها ليس بمحفور حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الغزاق أصبرنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للولي مع السيب أمر واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيك عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد الأنصاريين عن خنساء بن تخذان الأنصارية أن أباها زوجها وهي تيب فكرهت ذلك فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لك فرد نكاحها حدثنا عبد الواحد بن غياد حدثنا حمان حدثنا محمد بن عمر عن أبي سلم عن أبي هريرة أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليابوه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني بيادة انكحوا أبا هند وانكحوا إليه وقال وإن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجام حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنة المعنى قالا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عبد الله بن يزيد بن مقسم السقفي من أهل الطائل حدثتني سارة بن جمقسم أنها سمعت ميمونة بن سكرثم قالت خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنى إليه أبي وهو على ناقة له فوقف له واستمع منه ومعه جرة كجرة الكتاب فسمعت الأعراب والناس وهم يقولون أقبطبيه 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 فدنى إليه أبي فأخذ بقدمه فأقر له ووقف عليه واستمع منه فقال إني حضرت جيش غسران قال ابن المسنى جيش غسران فقال طارق ابن المرطع من يعطيني رمحا بثوابه قلت وما ثوابه قال أزوجه أول بنت تكون لي فأعطيته رمحي ثم غبت عنه حتى علمت أنه قد ولد له جارية وبلغت ثم جبته فقلت له أهلي جهزهن إليه فحلف أن لا يفعل حتى أصدقه صداقا جديدا غير الذي كان بيني وبينه وحلفت لا أصدق غير الذي أعطيته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقرن أي النساء هي اليوم قال قد رأت القسير قال أرى أن تتركها قال فرى عن ذلك ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك مني قال لا تأثم ولا يأثم صاحبه قال أبو داود القتير الشيء حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إذن جريه أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن خالته أخبرت عن امرأة قالت هي مصدقة امرأة صدق قالت بين أبي في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا فقال رجل من يعطيني نعليه وأنكحه أول بنت تولد لي فخلع أبن علي فألقاهنا إليه فولدته جارية فبلغت وذكر نحوه لم يذكر قصة القتير حدثنا عبد الله بن محمد النفيري حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثنا يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلم فقال سألت عائشة رضي الله عنها عن خضاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت تنتى عشرة أوقية ونشش فقلت وما نشش قالت نصف أوقية حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن عيوبة عن محمد عن أبي العجباء السلمي قال خطبنا عمر رحمه الله فقال ألا لا تغالوا بصدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من سنتي عشرة أوقية حدثنا حجاج بن أبي عقوب الثقافي حدثنا معل بن منصور حدثنا إذن المبارك حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جح فمات بأرض الحبشة تزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه أربعة آلات وبعت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معك وحبيل بن حسن قال أبو جاود حسنة هي أمه حدثنا محمد بن حاسم بن بزيع حدثنا علي بن حسن بن شقيق عن ابن المبارك عن مونسى عن الزهري أن النجاشية زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق أربعة آلات ذرهم وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل حدثنا موسى بن إسماعي حدثنا حماد عن ثابت البناني وحمي عن أنث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه رجع زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم فقال يا رسول الله تزوجت امرأة قال ما أفضحتها قال وزن نواف من ذهب قال أولم ولو بشاء حدثنا إسحاق بن جبرايل البغدادي أخبرنا يزيد أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى في صداق رأة ملأ كهفيه سويقا أو تمرى فقد استحل قال أبو داود رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر موقوفا ورواه أبو عاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة قال أبو داود رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم حدثنا القعنبي عن نالك عن أبي حاجم بن دينار عن سهل بن سعد الساعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءتهم رأة فقال يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلة فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال ما عندي إلا إذاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك إن أعطيتها إذارك جلست ولا إذار لك فلتمس شيئا قال لا أجد شيئا قال فلتمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا بثور سماها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دوجتكها بما معك من القرآن حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي حفص بن عبد الله حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج الجاهلي عن عسل عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة نحو هذه القصة لم يذكر الإذارة والخاتم فقال ما تحفظ من القرآن قال سورة البقرة أو التي تليها قال فقم فعلنها عشرين آية وهي امرأة حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا محمد بن راشد عن مكفول نحو صبر سهد قال وكان مكفول يقول ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراث عن الشعب عن مسروق عن عبد الله في رجل تزوج مرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق فقال لها الصداق كاملة وعليها العدة ولها الميران فقال معقل بوسنان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بانتواشة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون وابن مهدي عن سفيان عن ننصور عن إبراهيم عن عرقمة عن عبد الله وثاق عثمان المثلة حدثنا عبيض الله بن عمر حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن ختاد عن خلاف أبي حسان عن عبد الله بن عطبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود أتي في رجل بهذا الخبر قال فاختلكوا إليه شفر أو قال مرات قال فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها لا وقت ولا شط وإن لها الميرات وعليها العزة فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأا فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو فنان فقالوا يبن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في ذرع في دواشة وإن زوجها فلال ابن مرة الأشجع كما قضي قال ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا في نوافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن يحيا بن فارس ومحمد بن المثنة وعمر بن الخطاب قال قال محمد حدثنا أبو الأصبغي الجزري عبد العزيز بن يحيا أخبرنا محمد بن سلم عن أبي عبد الرحيم خالب بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرفد بن عبد الله عن عقبس بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك أولانا قال نعم وقال للمرأة أترضين أن أزوجك أولانا قال نعم فزوج أحدهما صاحبة فدخل بها الرجل ولم يفرض لها فضاقة ولم يعطيها شيئا وكان من شهد الحديبية وكان من شهد الحديبية له سفم بخيبة فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها فضاقة ولم أعطيها شيئا وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها فثني بخيبة فأخذت سثما فباعته بمئة أل قال أبو داود وزاد عمر بن الخرطاب وحديثه أتم في أول الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير المتاح أي سر وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل ثم ساق معنا قال أبو داود يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا لأن الأمر على غير هذا حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود في خطوة الحاجة في النكاح وغيره وحدثنا محمد بن ثليمان الأنباري المعنى حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيد عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله عليه وسلم خطوة الحاجة أن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعود به من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تنوتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لم يقل محمد بن سليمان أن حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاطم حدثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد ورسد ذكر نخوة وقال بعد قوله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعطهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا حدثنا محمد بن بشار حدثنا بذل بن المحفر أكبرنا شعب عن العلا ابن أخي شعيد الرازي عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سلين قال خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشه حدثنا سليمان بن حرب وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن عائشة قال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سبع قال سليمان أو ست ودخل بي وأنا بن جتسة حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثة ثم قال ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنساء حدثنا وهب بن بقية وعثمان بن أبي شيبة عن عشيم عن حميد عن أنس بن مالك قال لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية أقام عندها ثلاثة زاد عثمان وكانت سيبة وقال حدثني هشيم أخبرنا حميد أخبرنا أنا حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا هشيم وإسماعيل بن أولية عن خالد الحزاء عن أبي قلاب عن أنس بن مالك قال إذا تزوج الذكر على السيب أقام عندها سبعة وإذا تزوج السيبة أقام عندها ثلاثة ولو قلت إنه رفعه لصدق ولكنه قال السنة كذلك حدثنا إلحاق بن إسماعيل الطالقاني حدثنا عبدته حدثنا سعيد عن أيوب عن عكيم عن ابن عباس قال لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا قال ما عندي شيء قال أين درعك الحطمية حدثنا كثير ابن عبيد الحنسي حدثنا أبو حيوة عن شعيب يعني ابن أبي حمزة حدثني غيلان ابن أنس حدثني محمد بن عبد الرحمن في ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيء فقال يا رسول الله ليس لي شيء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها درعك فأعطاها درعه ثم دخل بها حدثنا كثير يعني ابن عبيد حدثنا أبو حيوة عن شعيب عن غيلان عن عكرمة عن ابن عباس مثلا حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا شريك عن منصور عن طلحة عن حيثمة عن عائشة قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل مؤسا على زوجها قبل أن يعطيها شيء قال أبو داود وحيثمة لم يسمع من عائشة حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا ابن جريك عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من رأة نكحت على فضاق أو حباب أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته حدثنا قصيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير حدثنا محمد بن خالد والحسن بن علي ومحمد بن أبي السري المعنى قالوا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريش عن صفوان ابن سليم عن سعيد ابن المسيب عن رجل من الأنصار قال ابن أبي السري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل من الأنصار ثم اتفقوا يقال له بصرة قال تزوجت مرأة بكرة في سكرها فدخلت عليها فإذا هي حبنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها القضاء بما تحملت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت قال الحسن فاجلجها وقال ابن أبي السري فاجلجوها أو قال فحجوها قال أبو داود روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب ورواه يحيي بن أبي كثير عن يزيد بن معين عن سعيد بن المسيب وعطائن الخرى ثاني عن سعيد بن المسيب أرسلوه كلهم وفي حديث يحيي بن أبي كثير أن بصرة بن أكتم نكح امرأة وكلهم قال في حديثه جعل الولد عبدا حدثنا محمد بن المسنى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا علي يعني ابن المبارك عن يحيي عن يزيد بن معين عن سعيد بن المسيب أن رجلا يقال له بصرة بن أكتم نكح امرأة فذكر معنا زاد وفرق بينهما وحديث ابن جريج أسم حدثنا أبو وليد الطيارثي حدثنا همام حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهي عن أبي مريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت لهم مرأتان فما لأ إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة قال كان رفول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قصني فيما أملك فلا ترمي فيما تملك ولا أملك يعني القل حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزنات عن هشام بن عروة عن عبيه قال قالت عائشة يا ابن أختي كان رفول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكته عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدعو من كل مرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها ولقد قالت تودة بنت زمع حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يومي بعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها قالت نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها قراه قال وإن امرأة خافت بعميها نسوذة حدثنا يحيى بن معين ومحمد بن عيسى المعنى قالا حدثنا عباد بن عباد عن عاصم عن معاذة عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت ترجي من تشاء منهن وتأوي إليك من تشاء قالت معاذة فقلت لها ما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت أقول إن كان ذلك إلي لم أوتر أحدا عنه حدثنا مسدد حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار حدثني أبو عمران الجوني عن يزيد ابن باب نوت عن عائشة فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى النساء تعني في مرضك فاجتمعا فقال إني لا أستطيع أن أدور بينكن فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعالتن فأذن له حدثنا أحمد بن عمر بن السر أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عروة بن زبير حدث أن عائشة زلج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نساء فأيهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير إن سودت بنت زمعة وهبت يومها لعائشة حدثنا عيسى بن حمد أخبرني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عطبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروط حدثنا عمر بن عون أخبرنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن حصين عن الشعب عن قيس بن سعد قال أتيت الخيرة فرأيتهم يسجدون لمرذبان لهم وقلت رسول الله أحق أن يسجد له قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت إني أتيت الخيرة فرأيتهم يسجدون لمرذبان لهم فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد له قال أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له قال قلت لا قال فلا تفعلوا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لكم عليهن من الحق حدثنا محمد بن عمر الرازي حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي حاسم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دع الرجل امرأته إلى فراشة فأبد فلم تأته فبات غضبان عليها لعنت الملائكة حتى تصبح حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد أخبرنا أبو قذعة الباهري عن حكيم بن معاوية الخشير عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا علي قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البي قال أبو داود ولا تقبح أن تقول قبحك الله حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا بهز بن حكيم حدثني أبي عن جد قال قلت يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر قال اتحرت كأن ناشئت وأطعمها إذا طعمت واختها إذا اكتسيت ولا تقبح الوجه ولا تضرب قال أبو داود روى شعبة تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أخبرني أحمد بن يوسف المهلبي النيسابوري حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين حدثنا سفيان بن حسين عن داود الوراق عن سعيد بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده معاوية الخشيري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت ما تقول في نسائنا قال أطعموهن مما تأكلون واختوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشيش عن عمله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن خفتم نشوزهن فهجروهن في المضاجع قال حماد يعني النكاح حدثنا أحمد بن أبي خلف وأحمد بن عمر بن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله قال ابن السرح عبيد الله بن عبد الله عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إيماء الله فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرنا النساء على أزواجهم فرخص في ضربهم فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقطاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهم ليس أولئك بحياركم حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن عبد الرحمن المسلي عن الأشعة بن قيس عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل رجل فيما ضرب مؤت حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثني يونس بن عبيد عن عمر بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة فجأة فقال اصرف بصرك حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري أخبرنا شريك عن أبي ربيعة القيادي عن ابن بريد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع نظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وان عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن أبي زبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مرأة فدخل على زينب بنت جحف فقضى حاجته منها ثم خرج إلى أبحابه فقال لهم إن المرأة تقبل في صورة شيطانا فمن وجد من ذلك شيئا فليأت أهله فإنه يضمر ما في نفسه حدثنا محمد بن عبيد حدثنا ابن ثور عن معمر أخبرنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حبه من الغنان أدرك ذلك لا محالة فزن العينين النظر وزن اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرد يصدق ذلك ويكذبه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل ابن آدم حبه من الزنان بهذه القصة قال والودان تزنيان فزناهما البطش والرجلان تزنيان فزناهما المشي والفم يزني فزناه القبل حدثنا قطيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعطاع ابن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال والأذن تناها الافتماع حدثنا عبيض الله بن عمر بن ميسرق حدثنا يزيد بن زريع حدثنا تعيد عن قسادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علحمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حمين بعثا إلى أوقات فلقوا عدوهم فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكان أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من بشيانهن من أجل أزواجهن من المشرفين فأنزل الله تعالى في ذلك والمصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهم لهم حلال إذا انقضت عدتهم حدثنا النفيلي حدثنا مكين حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فرأ امرأة مجحة فقال لعل صاحبها ألم بها قالوا نعم فقال لقد هممت أن أنعنه لعنة تدخل معه في قبره كيف يورثه وهو لا يحل له وكيف يستخدمه وهو لا يحل له حدثنا عمر بن عون أخبرنا شريك عن قيث بن وهب عن أبي الوداك عن أبي تعيذ القدري ورفعه أنه قال في سبايا أوقات لا قوطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلم عن محمد بن إسحا حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصمعاني عن رويت بن ثابت الأنصاري قال قام فينا خطيبة قال أما أني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حني قال لا يحل لمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره يعني إتيان الحبالة ولا يحل لمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع لمرئ من السبي حتى يستبرئها ولا يحل لمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية عن ابن إسحا بهذا الحديث قال حتى يستبرئها بحيظة زاد فيه بحيظة وهو وهم من أبي معاوية وهو فحيح في حديث أبي سعيد زاد ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيئ المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلذى ثوبا من فيئ المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه قال أبو داود الحيظة ليست بمحفوظة وهو وهم من أبي معاوية حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن ابن عجلان عن عمر بن شعيف عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم مرأة أو اشترى خادمة فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعود بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بجروة سنانه وليقل مثل ذلك قال أبو داود زاد أبو سعيد ثم ليأخذ بناصلتها وليدعو بالبركة في المرأة والخادم حدثنا محمد بن عيسى حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعب عن كريب عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر أن يكون بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا حدثنا هلناد عن وكيع عن سفيان عن سهيد لأبي صالح عن الحارث المخلب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى مرأته في ذبرها حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول إن اليهود يقولون إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحوال فأنزل الله سبحانه وتعالى نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشستم حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغي حدثني محمد يعني ابن سلم عن محمد بن إسحار عن أبان بن صالح عن مجاه عن ابن عباس قال إن ابن عمر والله يغفر له أوهم إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم وكانوا من أمر أهل الكتاب أن لا يأتي النساء إلا على حر وذلك أكثر ما تكون المر فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلزدون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم رأسا من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقال إنما كنا نقطة على حرف أصنع ذلك وإلا فاستنبني حتى شري أمرهما فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل نساءكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن ناشيتم أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا ثابت للدناني عن أنس ابن مالك أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاتلوها ولم يشارعوها ولم يجامعوها في البيت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذا أعتذل النساء في المحيض إلى آخر آية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهما فظنمنا أنه لم يجد عليهما حدثنا مصدد حدثنا يحيا عن جابر بن سبح قال سمعت خلاسا الهجرية قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامت فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه حدثنا محمد بن العلاء ومسدد قال حدثنا حقص عن الشيذاني عن عبد الله بن شداد عن خالته ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر مرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تنتذر ثم يباشرها حدثنا مسدد حدثنا يحيا عن شعبة وغيره عن سعيد حدثني الحكم وعن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي مرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار حدثنا عبد السلام بن مطهر حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجذري عن مقسم عن ابن عباس قال إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انفطاع الدم فنصف دينار حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني العزق قال فلما يفعل أحدكم ولم يقل فلا يفعل أحدكم فإنه ليست من نفس مخلوقة إلا الله خالقها قال أبو داود قذعة مولا بي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيح أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه أن رفاعة حدثت عن أبي سعيد الخدري أن رجلا قال يا رفو الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدث أن العزل موؤودة الصغرى قال كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه حدثنا القعنبي عن نالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحي بن حبان عن ابن محيريز قال دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل فقال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلة فأقبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا نساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل ثم قلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك وسألناه عن ذلك فقال ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسنة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة حدثنا عثمان بن أبي شيف حدثنا الفضل بن ذكين حدثنا زهير عن أبي زبيع عن جابر قال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال اعزل عنها إن شئ فإنه سيأتيها ما قدر لها قال فلبيت الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حمل قال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا الجريري وحدثنا مؤمل حدثنا إسماعيل وحدثنا موسى حدثنا حماد كلهم عن الجريري عن أبي نظرة حدثني شيخ من ضفاوة قال فسويت أبا هريرة بالمدينة فلم أرى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف منه فبينما أنا عنده يوما وهو على ترير له ومعه كيث فيه حصر أو نوى وأسفل منه جارية له سوداء وهو يتبح بها حتى إذا أنفذ ما في الكيث ألقاه إليها فجمعته فأعادته في الكيث فدفعته إليه فقال ألا أحدثك عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى قال بين أنا أوعق في المسجد إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد فقال من أحدث الفتد دوسي ثلاث مرات فقال رجل يا رسول الله هو لا يوعق في جانب المسجد فأقبل يمشي حتى انتهى إليه فوضع يده عليه فقال لي معروفا فنهضت فانطلق يمشي حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه فأقبل عليهم ومعه صفان من رجال وصف من نساء أو صفان من نساء وصف من رجال فقال إن أنسان الشيطان شيئا من صلاة فلنسبح القوم وليصفق النساء قال أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسى من صباته شيئا فقال مجالسكم مجالسكم زاد موسى ها هنا ثم حمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أما بعد ثم تفقوا ثم أقبل على رجال فقال هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه سكره واستثر بسكر الله قالوا نعم قال ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا فعلت كذا قال فسكت قال فأقبل على النتاء فقال هل منكم من تحدث فسكتنا فجثت فتاة قال مؤمل في حديث فتاة كعاب على إحدى رقبتيها وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها فقالت يا رسول الله إنهم ليتحدثون وإنهم ليتحدثنا فقال هل تدرون ما مثل ذلك فقال إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة فقضى منها حاجة والناس ينظرون إليه ألا وإن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه ألا إن طيب النتاء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه قال أبو داود ومنها هنا حفظته عن مؤمل وموسى ألا لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد وذكر ثالثة فأنسيتها وهو في حديث مسدد ولكني لم أتقنه كما أحبه وقال موسى حدثنا حماد عن الجريري عن أبي نظرة عن الطفاوي حدثنا الحسن بن علي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة تقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزنات عن الأعرد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ طحفتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها حدثنا أحمد بن يونس حدثنا معرف عن محارب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحل الله شيئا أبغر إليه من الطلاق حدثنا كثير بن عبيد حدثنا محمد بن خالد عن معرف ابن واصل عن محارب ابن ذيثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر إنه طلقا مرأته وهي حائط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم لينتكها حتى تطخر ثم تحيد ثم تطخر ثم إن شاء أنسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء حدثنا قطيبة بن سعيد حدثنا ليس عن نافع أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائط تطريقة بمعنى حديث مالك حدثنا عسنان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائط فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها إلى طهرة أو وهي حامل حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عن بثة حدثنا يونس عن ابن شهاب أخبرني سالم ابن عبد الله عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائط فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها ثم لينسكها حتى تضخر ثم تحيض فتضخر ثم إن شاء طلقها طاهرة قبل أن لمث فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن تيرين أخبرني يونس بن جبير أنه سأل ابن عمر فقال كم طلقت امرأتك فقال واحد حدثنا القعنبي حدثنا يزيل يعني ابن إبراهيم عن محمد بن تيرين حدثني يونس بن جبير قال سألت عبد الله بن عمر قال قلت رجل طلق امرأته وهي حائط قال أتعرف عبد الله بن عمر قلت نعم قال فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائط فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال مره في يراجعها ثم ليطلقها في قبل عزتها قال قلت فيعتد بها قال فمهما أرأيت إن عجز وافتحمق حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى أروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائطا قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائط قال عبد الله فردها عليك ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبر عدتهم قال عبد داود روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبي وائل معناهم كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطخر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر وأما لواية الزهرية عن سالم ونافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطفر ثم تحيض ثم تطفر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك ورؤي عن عطائم الخرساني عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع عزري والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير حدثنا بشر بن هلال أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يديد الرشق عن مطرف ابن عبد الله أن عمران بن حسين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا علي بن المبارك حدثني يحيى بن أبي كثير أن عمر بن معتب أخبر أن أبا حسن المولى بني نوفل أخبر أنه استفت بن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها طليقتين ثم عتقا بعد ذلك أن يصلح له أن يخطبها قال نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بإثناجه ومعناه بلا إخبار قال ابن عباس بقيت لك واحدة قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل قال قال عبد الرزاق قال ابن المبارك بمعمر من أبو الحسن هذا لقد تحمل صخرة عظيمة قال أبو داود أبو الحسن هذا روى عنه الزهري قال الزهري وكان من الفقهاء روى الزهري عن أبي الحسن أحاديث قال أبو داود أبو الحسن معروف وليس العمل على هذا الحديث حدثنا محمد بن مسعود حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان قال أبو عاصم حدثني المظاهر حدثني القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال وعيدتها حيضتان قال أبو داود وهو حديث مجهول حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام وحدثنا ابن الصباح حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا مطر الوراق عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق إلا فيما تملك ولا عفق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك زاد ابن الصباح ولا وفاء نذر إلا فيما تملك حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمر بن شعيب بإثناده ومعناه زاد من حلف على معطية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له حدثنا ابن الصرح حدثنا ابن وهو عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث المخلومي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الخبر زاد ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري أن يعقوب بن إبراهيم حدثهم قال حدثنا أذني عن ابن إسحاق عن ثور بن يزيد الحنفي عن محمد بن عبيد بن أبي صالح الذي كان يسكن إيليا قال خرجت مع عادي بن عادي الكندي حتى قدمنا مكة فبعثني إلى صفية بنت شيبة وكانت قد حفظت من عائشة قالت سمعت عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا غلاق ولا عتاق في غلاق قال أبو جاود الغلاق أظله في الغضب حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء ابن أبي رباع عن ابن ماهة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهذهن جد النكاح والطلاق والرجعة حدثنا أحمد بن محمد المروذي حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن حكم عن ابن عباس قال والمطلقات يتربطن بأنفسهن ثلاثة قروه ولا يحل لهمن أن يكتن ما طلق الله في أرحامهم الآية وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثة فنسخ ذلك وقال الطلاق مرتان حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريش أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح برأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة بشعرة أخذتها من رأسها فخرق بيني وبينه فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلتاء أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانا يشبه منه كذا وكذا قالوا نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد طلقها ففعل ثم قال راجع امرأتك أم ركانة وإخوتك قال إني طلقتها ثلاثة يا رسول الله قال قد علنت راجعها وتلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعددهن قال أبو داود وحديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أن ركانة طلقا مرأته البتة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصح لأن ولد الرجل وأهله أعلم به إن ركانة إنما طلقا مرأته البتة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال كنت عند ابن عباث فجاءه رجل فقال إنه طلقا مرأته ثلاثة قال فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباث يا ابن عباث وإن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأته وإن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عزتهم قال أبو داود روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن منجاهد عن ابن عباث وروا شابة عن عمر بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباث وأيوب وابن جريج جميعا عن عكرمة ابن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباث وابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباث ورواه الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباث وابن جريج عن عمر بن دينار عن ابن عباث كلهم قالوا في الصلاة الثلاث أنه أجادها قال وبانت منك نحو حديث إسماعيل عن عيوب عن عبد الله بن كثير قال أبو داود وروا حماد بن زيد عن عيوب عن عكرمة عن ابن عباس إذا قال أنت طالق ثلاثة بخم واحد فهي واحدة ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن عيوب عن عكرمة هذا قوله لم يذكر ابن عباس وجعله قول عكرمة وقار قول ابن عباس فيما حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيا وهذا حديث أحمد قالا حدثنا عبد الغزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوب ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياه أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمر بن العاف تئلوا عن الذكر يطلقها زوجها ثلاثة فكلهم قالوا لا تحل له حتى تنتح زوجا غيرك قال أبو داود روا مالك عن يحيا بن سعيد عن بكير بن الأشاج عن معاوية بن أبي عياش أنه شهد هذه القصة حين جاء محمد بن إياه بن البكير إلى بن الزبير وعافل بن عمر فسألهما عن ذلك فقالا اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة رضي الله عنها ثم ساق هذا الخبر قال أبو داود وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاثة تبين من زوجها مدخولا بها وغير مدخول بها لا تحل له حتى تنتح زوجا غيرك هذا مثل خبر الصرف قال فيه ثم إنه رجع عنه يعني ابن عباس حدثنا محمد بن عبد الملك ابن مروان حدثنا أبو النعمان حدثنا حمال بن زيد عن عيوب عن غير واحد عن طاووس أن رجلا يقال له أبو الصحباء كان كثير السؤال لابن عباس قال أما علمت أن الرجل كان إذا طلق مرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر قال ابن عباس أخبرني ابن طاووس عن أبيه أن أبو الصحباء قال أجيزوهن عليهم حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن طاووس عن أبيه أن أبو الصحباء قال ابن عباس أتعلم أن ما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر قال ابن عباس نعم حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثني يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم الثيمي عن علحمة بن وقاطن ليفي قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال هنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه حدثنا أحمد بن عمر بن السرح وسليمان بن داود قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله ابن كعب ابن مالك أن عبد الله ابن كعب وكان قائد كعب من بنيه في نعمية قال سمعت كعب ابن مالك فساق قصته في تبوك قال حتى إذا مضت أربعون من الخمسين إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله سبحانه في هذا الأن حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروح عن عائشة قال خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا حدثنا الحسن بن علي حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال قلت لأيوب هل تعلم أحدا قال بقول الحسن في أمرك بيدك قال لا إلا شيئا حدثناه قتاد عن كثير مولى بن سمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحفه قال أيوب فقدم علينا كثير فسألته فقال ما حدثت بهذا قط فذكرته لقتاد فقال بلى ولكنه نتي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتاد عن الحسن في أمرك بيدك قال ثلاث حدثنا ابن السرح وإبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور في آخرين قالوا حدثنا محمد بن إدريس الشافعي حدثني عمي محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائد عن ناس عن ابن عجير ابن عبد يزيد ابن ركان أن ركانة ابن عبد يزيد طلقا رأته سهيمة البد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال والله ما أردت إلا واحدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان قال أبو داود أوله لفظ إبراهيم وآخره لفظ ابن السرح حدثنا محمد بن يونس النسائي أن عبد الله بن الزبير حدثهم عن محمد بن إدريس حدثني عمي محمد بن علي عن ابن السائد عن نافع بن عجير عن ركانة بن عبد يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث حدثنا سليمان بن داود العتكي وحدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جديه أنه طلقا رأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أردت قال واحدة قال الله قال الله قال هو على ما أردت قال أبو داود وهذا أصح من حديث ابن جريح أن ركانة طلق امرأته ثلاثة لأنهم أهل بيته وهم أعلم به وحديث ابن جريح رواه عن بعض بني أبي رافع عن أكرمة عن ابن عبد حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن زرارة ابن أوفر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إن الله تجاوز لأمتي عما لم تتكلم به أو تعمل به وبما حدثت به أنفسها حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد وحدثنا أبو كامل حدثنا عبد الواحد وخالد الطحان المعنى كلهم عن خالد عن أبي تميمة الهجيمي أن رجلا قال لامرأته يا أقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أختك هي فكره ذلك ونهى عنه حدثنا محمد بن إبراهيم البلداز حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد السلام يعني ابن حرب عن خالد الحزاء عن أبي تميمة عن رجل من قومه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لامرأته يا أقية فنهى قال أبو داود ورواه عبد العزيز بن المختار عن خالد عن أبي عثمان عن أبي تميمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه شعبة عن خالد عن رجل عن أبي تميمة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يكذب قطو إلا ثلاثا سنتان في ذات الله تعالى قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وبينما هو يتير في أرض جبار من الجبابرة إذ نزل منزلا فأتي الجبار فقيل له إنه نزل هاهنا رجل معه امرأة هي أحسن الناس قال فأرسل إليه فسأله عنه فقال إنها أختي فلما رجع إليها قال إن هذا سألني عنك فأنبأته أنك أختي وإنه ليس اليوم مسلم غيري وغيوك وإنك أختي في كتاب الله فلا تكذبيني عنده وساق الحديث قال أبو داود روى هذا الخبر شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزنال عن الأعرق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء المعنى قالا حدثنا ابن إدريسة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمر بن عطاء قال ابن العلاء بن علقمة بن عياش عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر قال ابن العلاء البيضي قال كنت مرئا أصيب من النساء ما لا يصيب غيري فلما دخل شهر رمضان قفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتابع بي حتى أصبح فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فلم ألبث أن نزوت عليها لما أطبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر وقلت امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا والله فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت فقال أنت بذاك يا سلمة قلت أنا بذاك يا رسول الله مرتين وأنا طاضع لأمر الله فاحكم في ما أرات الله قال حرر رقبة قلت والذي بعثك بالحق ما أنلك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتي قال فصمشفين متتابعين قال وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام قال فأطعم وسطا من تمر بين ستين مستين قلت والذي بعثك بالحق لقد بيتنا وحشين ما لنا طعام قال فانطلقت إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم ستين مستينا وفقا من تمر وكل أنت وعيالك بقي يدها فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيقة وسوء الرأي ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي وقد أمرني أو أمر لي لصدقتكم زاد ابن العلاء قال ابن أدريس بياضة بطن من بني زريق حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن أدريس عن محمد بن إسحاب عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن حويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت ظاهر مني زوجي أوث ابن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول اتقل الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى الفرد فقال يعتق رقبا قالت لا يجد قال فيصوم شهرين متتابعين قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام قال فليطعم ستين مستين قالت ما عنده من شيء يتصدق به قالت فأتي ساعة إذن بعرق من تمر قلت يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخر قال قد أحسنتي اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينة وارجعي إلى ابن عمك قال والعرق ستون طاعة قال أبو داود في هذا إنها كفرت عنه من غير أن تستأمر قال أبو داود وهذا أخو عبابة ابن الصامد حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إصحاء بهذا الإثناد نحوه إلا أنه قال والعرق مفتل يسع ثلاثين طاعة قال أبو داود وهذا أصح من حديث يحيى بن آدم حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال يعني بالعرق زنديلا يأخذ خمسة عشر صاعة حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهو أخبرني ابن لهيعة وعمر ابن الحارث عن بكير بن الأشاج عن سليمان بن يسار بهذا الخبر قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأعطاه إياه وهو قريب من خمسة عشر صاعة قال تصدق بهذا قال يا رسول الله على أفكر مني ومن أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كله أنت وأهل قال أبو جاود قرأت على محمد بن وزير المصري قلت له حدثكم بشر بن بكر حدثنا الأوزاعي حدثنا عطاء عن أوسن أخي عبادة بن الصامد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه خمسة عشر طاع من شعير إطعامت التين مسكين قال أبو جاود وعطاء لم يدرك أوسن وهو من أهل بدر قديم الموت والحديث مرسل وإنما هواه عن الأوزاعي عن عطاء أن أوسن حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن هشام بن عروة أن جميلة كانت تحت أوسي بن الصامد وكان رجلا انزدي لمن فكان إذا اشتد لمنه ظاهر من امرأته فأنزل الله تعالى فيه كفارة الظهار حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا محمد بن الفضل حدثنا حماد بن سلم عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة مثله حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني حدثنا سفيان حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة أن رجلا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ما حملك على ما صنعت قال رأيت بياض ساقها في القمر قال فاعتذلها حتى تكفر عنه حدثنا الزعفراني حدثنا سفيان بن عيين عن الحكم بن أبان عن عكرمة أن رجلا ظاهر من امرأته فرأى بريق ساقها في القمر فوقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يكفر حدثنا زياد بن أيوب حدثنا إسماعيل حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر الثاق حدثنا أبو كامل أن عبد العزيز بن المختار حدثهم حدثنا خالد حدثني محدث عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه حديث سفيان قال أبو داود وسمعت محمد بن عيسى يحدث به حدثنا المعتمر قال سمعت الحكم بن أبان يحدث بهذا الحديث ولم يذكر ابن عباس قال عن عكرمة قال أبو داود كتب إلي الحسين بن حريف قال أخبرنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس بمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوبة عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من رأت سألت زوجها طلاقا في غير ما بأ فحرام عليها راكحة الجنة حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنطارية أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شمان وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هاد فقال أنا حبيبة بنت سهل قال ما شأنك قال لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها فلما جاء ثابت بن قيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل وذكرت ما شاء الله أن تذكر وقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس خذ منها فأخذ منها وجلست هي في أهلها حدثنا محمد بن معمر حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمر حدثنا أبو عمر السادسي المديني عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن عمر عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شمات فضربها فكسر بعضها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صدف فاشتكتك إليك فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال خذ بعض ما لها وفارقها فقال ويصلح ذلك يا رسول الله قال نعم قال فإني أفضقتها حديقتين وهما بيدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هما وفارقها ففعل حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزداد حدثنا علي بن بحر القفطان حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن عمر بن مسلم عن أكرمه عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة قال أبو داود وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمر بن مسلم عن أكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال عدة مختلعة حيضة حدثنا موسى بن اسماعير حدثنا حماد عن خالد الحزاء عن أكرمه عن ابن عبد الرحيم أن مريثا كان عبدا فقال يا رسول الله اشفعني إليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريرة اتق الله فإنه زوجه وأبو ولده فقالت يا رسول الله أتأمرني بذلك قال لا إنما أنا شافع فكان دموعه تسيل على خده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس ألا تعجب من حب مريث بريرة وبغضها إياه حدثنا عثمان ابن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا همام عن قتال عن عكرم عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مريثا فخيرها يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تعتبر حدثنا عثمان ابن أبي شيبة حدثنا جرير عن هشام ابن عروة عن عبي عن عائشة في قصة بريرة قال كان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نستها ولو كان حرا لم يخيرها حدثنا عثمان ابن أبي شيبة حدثنا حسيل ابن علي والوليد ابن عقبة عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن عبي عن عائشة أن بريرة خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا حدثنا ابن كثير أخبرنا سخيان عن منصور عن إبراهيم عن أسود عن عائشة أن زوجة بريرة كان حرا حين أعتقت وأنها خيرت فقالت ما أحب أن أكون معه وأن لي كذا وكذا حدثنا عبد العزيز ابن يحيى الحراني حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد ابن إسحاف عن أبي جحفر وعن أبان ابن صالح عن مجاهد وعن هشام ابن عروة عن عائشة أن بريرة أعتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها إن قريبك فلا خيار لك حدثنا ذهير بن حرب ونصر بن علي قال ذهير حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن القاسم عن عائشة أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوج قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة قال مصر أخبرني أبو علي الحنفي عن عبيد الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعد وقال يا رسول الله إنها قد كانت أسلمت معي فردها علي حدثنا نصر بن علي أخبرني أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول حدثنا عبد الله بمحمد نفيلي حدثنا محمد بن سلم وحدثنا محمد بن عمر الرازي حدثنا سلمة يعني بن القض وحدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد المعنى كلهم عن ابن إسحاء عن داود بن حسين عن أكرمه عن ابن عباس قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاق بن نكاح الأول لم نحدث شيئا قال محمد بن عمر في حديث بعد ست سنين وقال الحسن بن علي بعد سنتين حدثنا مسدد حدثنا هشيم وحدثنا وهو بن بقية أخبرنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن حميظة بن الشمردل عن الحارف بن قي قال وسدد ابن عمير وقال وهو الأسدي قال أسلمت عندي ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعة قال عبو داود وحدثنا وحدثنا به أحمد بن إبراهيم حدثنا هشيم بهذا الحديث فقال قيس بن الحارف مكان الحارف بن قيس قال أحمد بن إبراهيم هذا الصواب يعني قيس ذا الحارف حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا بكر بن عبد الرحمن قاب الكوفة عن عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن حميظة بن الشمردل عن حيث بن الحارف بمعنى حدثنا يحيى بن معين حدثنا وهب بن جرير عن أبيه قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاف بن فيروز عن أبي قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال طلق أيته حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى حدثنا عبد الحميد بن جعفر أخبر عن جد رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابنتي وهي فطي أو شبه وقال رافع ابنتي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أقعد ناحية وقال لها أقعد ناحية قال وأقعد الصبية بينهما ثم قال أدعواها فنالت الصبية إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها فنالت الصبية إلى أبيها فأخذها حدثنا حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي عن مالك عن ابن شهاب أن سال بن ساعد السعيدية أصدر أن عويم رب أشقر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي فقال له يا عاصم رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقسله فتقسلون أم كيف يفعل سلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال له يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها فقال عويمر والله لا انتهي حتى اسأله عنها فأقبل عويمر حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وقف الناس فقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه ام كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن فاذهب فأتي بها قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما يفرغا قال عويمر تذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها عويمر ثلاثة قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين حدثنا عبد عزيز بن يحيا حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني عباس بن سهل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعاصم بن عدي أمسكي المرأة عندك حتى تلت حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهل قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سهل بن سعب الساعدي قال حضرت لعانهما عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة سنة وساق الحديث قال فيه ثم خرجت حاملة فكان الولد يدعى إلى أمه حدثنا محمد بن جعفر الوركاني أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري عن سهل بن سعد في خبر المتلاعنين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطروها فإن جاءت به أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدر وإن جاءت به أحيمر كأنه وحر فلا أراه إلا كاذبا قال فجاءت به على النعف المكروه حدثنا محمود بن خالد الدمشقي حدثنا الكريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي بهذا الخبر قال فكان يدعى يعني الولد الأمه حدثنا أحمد بن عمر بن السرح حدثنا ابن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري وغيره عن ابن شهاد عن سهل بن سعد في هذا الخبر قال فطلقها ثلاثة تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وسلم سنة قال سهل حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا حدثنا مسدد ووهو بن بيان وأحمد بن عمر بن السرح وعمر بن عثمان قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد قال مسدد قال شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا إذن خمس عشر ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في نتلاعنا وتم حديث مسدد وقال الآخرون إنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين فقال رجل كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها لم يقل بعضهم عليها قال أبو داود لم يتابع بن عيينة أحد على إنه فرق بين المتلاعنين حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا فليح عن الزهري عن سهل بن سعد في هذا الحديث وكانت حاملة فأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليه ثم جرت السنة في الميراث أن يريثها وتريث من ما فرض الله عز وجل لها حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقم عن عبد الله بن مسعود قال إن لليلة جمعة في المسجد إذ دخل رجل من الأنصار في المسجد فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلت تموه أو قتل قتل تموه فإن سكت سكت على ريض والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلت تموه أو قتل قتل تموه أو سكت سكت على غيره فقال اللهم افتح وجعل يدعو فنزلت آية لعام والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أن ينفذهم هذه الأن فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعناه فشهد الرجل أربع شهادات بالله أنه لم يصادقين ثم لعن الخامسة عليه إن كان من الكاذبين قال فذهبت تلتعن فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مه فأبت ففعلت فلما أدبراه قال لعلها أن تجيء به أسود جعدا فجاءت به أسود جعدا حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عزيز أخبرنا هشام بن حسان حدثني أكلم عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذفا مرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحمى فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك قال يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمث البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا فحث في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق نبيا إني لقاض ولينزلن الله في أمر ما يبرئ به ظهري من الحج فنزلت والذين يرمون أذواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فقرأ حتى بلغ من الصادقين فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاء فقام هلال بن أمية فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب ثم قامت فشهد فلما كان عند الخامسة أن رضب الله عليها إن كان من الصادقين وقالوا لها إنها موجبة قال ابن عباس فتلكأت ونكفت حتى ظننا أنها سترجع فقال لا أفضح حومي سائر اليوم فمضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبطروها فإن جاءت به أكحل العين سابغ الأليتين فدل جثا قيل فهو لشريك ابن سحمان فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شك قال عبو ذاود وهذا مما تفرد به أهل المدينة حديث ابن بشار حديث هلال حدثنا مخلد بن خالد الشعيري حدثنا سفيان عن عاقم بن كليب عن أبيه عن ابن عباث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول إنها موجب حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباث قال جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين ساب الله عليهم فجاء من أرضه عشية فوجد عند أهله رجلا رأى بعينك وسمع بأذنه فلم يهجه حتى أصبح ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندهم رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه فنزلت والذين يرحمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم الآيتين كلتيهما فالسر يعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشر يا هلال قد جعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا قال هلال قد كنت أرجو ذلك من ربي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليه فجاءت فتلاها عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا فقال هلال والله لقد صدخوا عليها فقال قد كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعب بينهما فقيل لهلال اشهد فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فلما كانت الخامسة قيل له يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أكول من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فقال فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم قيل لها اشهدي فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فلما كانت الخامسة قيل لها اتق الله فإن عذاب الدنيا أهول من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فتلكأت ساعة ثم قال والله لا أفضح قومي فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوتة من أجل أنهما يتفرقان من غير طلال ولا متوفى عنه وقال إن جاءت به أصيبب قريصح أصيبج حمشة ثاقين فهو له لال وإن جاءت به أورق جعدا جمالية خد النج الساقين سابغا الأيتين فهو الذي رميته فجاءت به أورق جعدا جمالية خد النج الساقين سابغا الأيتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لا الأيمان لكان لي ولها شأ قال عكرمة وكان بعد ذلك أميرا على مضر وما يدعى لأب حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان العيين قال سمع عمر سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعمين عسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما سائب يرددها ثلاث مرات فأبيا ففرق بينهما حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن عمر حدثنا أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بن المرأة قال ابو داود الذي تفرد به مالك قوله وألحق الولد بن المرأة وقال يمث عن الزهري عن سهل بن سعد في حديث اللعان وأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها حدثنا ابن أبي خلف حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة فقال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بني فزارة فقال إن امرأتي جاءت بولد أسود فقال هل لك من إبل؟ قال نعم قال ما ألوانها؟ قال حم قال فهل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورق قال فأنا ترى؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الغزاق أخبرنا معمر عن الزهري بإثناده ومعناه وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونث عن ابن شهاب عن أبي سلم عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكره فذكر معناه حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمر يعني ابن الغارث عن ابن الهاب عن عبد الله بي يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا معتمر عن سلم يعني ابن أبي الزياد حدثني بعض أصحابنا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مساعدة في الإسلام من تاعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث حدثنا شيبان بن فروخة حدثنا محمد بن راشد وحدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن راشد وهو أشبع عن سليمان بن موسى عن عمر بن شعيف عن أبيه عن جده قال إن نبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته قضى أن كل من كان من أمه يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه وليس له مما قسم قبله من الميرات شيء وما أدرك من ميرات لم يقتم فله نقيبه ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أن فرح وإن كان من أمه لم يملكها أو من فرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرف وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من فرة كان أو أمه حدثنا محمد بن خالد حدثنا أبي عن محمد بن راشد بإسناده ومعنى زاد وهو ولد زنى لأهل أمه من كان فرة أو أمه وذلك فيما استلحق في أول الإسلام فما قسم من مال قبل الإسلام فقد مضى حدثنا مسدد وعثمان بن أبي شيث المعنى وابن السرح قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد وابن السرح يوما مسرورا وقال عثمان تعرف أثارير وجهه فقال أي عائشة ألم ترين أن مجززا المدنجي رأى زيدا وأسامة تضغط طيار أوثهما بقريفة وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض قال أبو داود كان أسامة أسود وكان زيد أبيض حدثنا قطيبة حدثنا ليس عن ابن شهاب بإسناده ومعنى قال قال دخل علي مسرورا تبرق أثارير وجهه قال أبو داود وأثارير وجهه لم يحفظه ابن عيينة قال أبو داود أثارير وجهه هو تدريس من ابن عيينة لم يسمعه من الظهري إنما سمع الأثارير من غيره قال والأثارير في حديث ليس وغيره قال أبو داود وسمعه أحمد بن صالح يقول كان أسامة أسود شجيد السوادي مثل القار وكان زيد أبيض مثل القار حدثنا مسدد حدثنا يحيا عن أجلح عن الشعبي عن عبد الله بن السليل عن زيد بن أرقى وقال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من اليمن فقال إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال الاثنين منهما طيباب الولد لهذا فغليا ثم قال الاثنين طيباب الولد لهذا فغليا ثم قال الاثنين طيباب الولد لهذا فغليا فقال أنتم شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثاء الدية فأقرع بينهم فجعله لمن قرع فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراثه أو نواجده حدثنا خشيش يؤثر ما حدثنا عبد الرزاق أخبرنا التوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم قال أتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طفر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا حتى سألهم جميعا فجعل كلما سأل اثنين قالا لا فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثين الدية قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجده حدثنا عبيض الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سلمة سمع الشعبي عن الخليل أو ابن الخليل قال أتي علي ابن أبي طالب رضي الله عنه في امرأة ولدت من ثلاثة نحوة لم يذكر اليمن ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا قوله طيبا بالولد حدثنا أحمد بن صالد حدثنا عن بثث بن صالد حدثني يومت بن يزيد قال قال محمد بن مسلم بن شهاب أخبرني عروة بن سبيب أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن نكاح كان في الجاهدية على أربعة أنحا فكان منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم يمكحها ونكاح آخر كان رجل يقول لامرأته إذا طهرت من طنفها أرسل إلى فلان فصدع منه ويعتذلها زوجها ولا لمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تصدع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاتبضاع ونكاح آخر يجتمع الرسط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان فتسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق به ولدها ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تنتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات يكن علما لمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالقاطه ودعي ابنه لا ينتنع من ذلك فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم حدثنا سعيد بن منصور ومسدد قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة اختصم فعد بن أبي وقاط وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمت زمعة فقال سعد أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمت زمعة فأخبضه فإنه ابنه وقال عبد بن زمعة أخي ابن أمت أبي ولد على فراش أبي فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة فقال الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتج بي عنه يا ثود زاد مسدد في حديثه وقال هو أخوك يا عبد حدثنا زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حسين المعلم عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قام رجل فقال يا رسول الله إن فلان ابني عاهرت بأمه في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للزراش وللعاهر الحجر حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مهدي بن ميمون أبو يحيى حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رباح قال زوجني أهلي أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله ثم وقعت عليها فولدت غلام أسود مثلي فسميته عبيد الله ثم طبن لها غلام لأهلي رومي يقال له يوحنة فراطنها بلسانة فولدت غلاما كأنه وزغة من الوزغاء فقلت لها ما هذا فقالت هذا ليوحنة فرفعنا إلى عثنان أحتبه قال قال فسألهما فاعترفا فقال لهما أفرضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش وأحتبه قال فجلدها وجلده وكانا من لوكين حدثنا محمود بن خالد السلمي حدثنا الوليد عن أبي عمر يعني أو زعي حدثني عمر بن شعيب عن أبي عن جده عبد الله بن عمر أن مرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وسدي له ثقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكر حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا عبد الرزاق وأبو عاصم عن ابن جريج أخبرني زياد عن هلال بن أسامة أن أبا نيمونة سلمة مولا من أهل المدينة رجل طفق قال بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءت امرأة فارسية معها ابن لها فادعياه وقد طلقها زوجها فقالت يا أبا هريرة ورطنت له بن فارسية زوجي يريد أن يذهب بابني فقال أبو هريرة استهما عليه ورطن لها لذلك فجاء زوجها فقال من يحاقني في ولدي فقال أبو هريرة اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده فقال يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثقاني من بئر أبي عنبة وقد دفعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما عليه فقال زوجها من يحاقني في ولدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيديه ما شئشا فأخذ بيد أمك فانطلقت به حدثنا العباث بن عبد العظيم حدثنا عبد الملك بن عمر حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يديد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن ناس عبد عجير عن أبي عن علي رضي الله عنه قال خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنه حمزة فقال جعفر أنا أخذها أنا أحق بها ابنة عمي وعندي خالتها وإنما الخالة أم فقال علي أنا أحق بها ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أحق بها فقال زيد أنا أحق بها أنا خرجت إليها وسافرت وقدمت بها فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا قال وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها وإنما الخالة أمه حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سفيان عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بهذا الخبر وليس بتمامه قال وقضى بها لجعفر وقال إن خالتها عنده حدثنا عباد بن موسى أن إسماعيل بن جعفر حدثهم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ وهبير عن علي قال لما خرجنا من مكة تبعتنا بنت حمزة تنادي يا عم يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها وقال دونك بنت عم فحملتها فقف الخبر قال وقال جعفر ابنة عم وخالتها تحقي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني حدثنا يحيى بن صالح حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني عمر بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنفارية أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله عز وجل في نطلقت أسماء بالعدة للطلقة فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباث قال وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّقْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوا وَقَالْ وَاللَّا إِلَّ إِنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَجْفُرُ فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالْ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَثُوهُنْ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْسَدُونَهَا حدثنا سهل بن محمد بن زبير العسكري حدثنا يحيى بن زكري بن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباث عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حصة ثم راجعة حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بن تقيس أن أبا عمر بن حص طلقها البثة وهو غائف فأرسل إليها وكيله بشعير فتتخطته فطال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لك فقال لها ليس لك علينا فقط وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال إن تلك امرأة يغشاها أخابي يعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابة وإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جثم خطبان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جثم فلا يضع عطاه عن عاتفة وأما معاوية فسعلوك لا مال له إن كحي أسامة ابن زيد قالت فكرهته ثم قال إن كحي أسامة ابن زيد فنكحته فجعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا واغتبطت به حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان بن يزيد العقار حدثنا يحيى ابن أبي كثير حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن فاطمة بن تقيس حدثته أن أبا حف بن المغيرة طلقها ثلاثا وساق الحديث فيه وأن خالد بن الوليد ونفرا من بني محزون أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إن أبا حف بن المغيرة طلق امرأته ثلاثا وإنه سرك لها نفقة يسيرة فقال لا نفقة لها وساق الحديث وحديث مالك أتم حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد حدثنا أبو عمر عن يحيى حدثني أبو سلمة حدثتني فاطمة بن تقيس أن أبا عمر بن حف المغلومي طلقها ثلاثا وساق الحديث وصبر خالد بن الوليد قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليست لها نفقة ولا مسكن قال فيه وأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تسبقيني بنفسك حدثنا أتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم حدثنا محمد بن عمر عن يحيى عن أبي سلمة عن خاطمة بن تقيس قال كنت عند رجل من بني مخدوم فطلقني البثة ثم ثاق نحو حديث نالك قال فيه ولا تفوتيني بنفسك قال أبو داود وكذلك رواه الشعبي والبهي وعطاء عن عبد الرحمن بن عاصم وأبو بكر ابن أبي الجه كلهم عن خاطمة بن تقيس أن زوجها طلقها ثلاثا حدثنا محمد بن كثير أكبرنا سفيان حدثنا سلمة بن كهيل عن الشعبي عن خاطمة بن تقيس أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا فتنة حدثنا يزيد بن خالد الغني حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن خاطمة بن تقيس أنها أخبرته أنها كانت عند أبي حف بن المغيرة وأن أبا حف بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى فأبا مروان أن يصدق حديث قاطمة في خروج المطلقة من بيتها قال أروى وأنكرت عائشة رضي الله عنها على قاطمة بنتقين قال أبو داود وكذلك رواه صالح ابن كيسان وابن جريد وشعيب ابن أبي حمزة كلهم عن الزهريد قال أبو داود وشعيب ابن أبي حمزة واسم أبي حمزة دينار وهو مولا دياد حدثنا نخلد بن خالد حدثنا عبد الغزاق عن عمر عن الزهريد عن عبيد الله قال أرسل مروان إلى فاطمة فسألها فأخبرتك أنها كانت عند أبي حق كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب يعني على بعض اليمن فخرج معه زوجها فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها فقالا والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك إلا أن تكون حاملة واستأذنتك في الانتقال فأدن لها فقالت أين أنتقل يا رسول الله قال عند ابن أم مكتوب وكان أعمى فضع ثيابها عنده ولا يثفرها فلم تزل هنا حتى مضت حجتها فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فراجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت قاطمة حين بلغها ذلك بيني وبينكم كتاب الله قال الله تعالى فطلقوهن لعفدتهم حتى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراء قال فأي أمر يحدث بعد الثلاث قال أبو داود وكذلك رواه يونس عن الزهري وأمر الزبيدي فروى الحديثين جميعا حديث عبيد الله بمعنى معمر وحديث أبي سلم بمعنى عقيد ورواه محمد بن إسحاق عن الزهري أن قبيصة ابن ذؤيب حدثه بمعنى دل على خبر عبيد الله ابن عبد الله حين قال فراجع قبيصة إلى مروانة فأخبره بذلك حدثنا نصر بن علي أخبرني أبو أحمد حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال كنت في المسجد الجامعي مع الأسود فقال أتت فاطمة بنت قيت عمر بن الخطار رضي الله عنه قال ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة لا ندري أحفظت ذلك أم لا حدثنا سليمان بن داود حدثنا ابن وهوه حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشان بن عروة عن أبيه قال لقد عابت ذلك عائشة رضي الله عنها أشد العين يعني حديث فاطمة بنت قيت وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك رقص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن كثير أخبرنا تفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عروة بن زبير أنه قيل لعائشة ألم ترى إلى قول فاطمة قال أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك حدثنا هارون كوزيد حدثنا أبي عن خفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة قال إنما كان ذلك من سوء الخلق حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعه ما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاه طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فقالت له اتق الله واردد المرأة إلى بيتها فقال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن غلبني وقال مروان في حديث القاسم أَوَمَا بَلَغَكِ شَكْنُ فاطمة بنت قي فقالت عائشة لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة فقال مروان إن كان بك الشر فحسبك ما كان بين هذين من الشر حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا جعفر بن برقان حدثنا ميمون بن مهران قال قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب فقلت فاطمة بنت قيث فخرجت من بيتها فقال سعيد تلك امرأة فتنت الناس إنها كانت لسنة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريت قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال طلقت خالتي ثلاثا فخرجت جد نخلا لها فلقيها رجل فنهاها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قال لها اخرجي فجدي نخلك لعلتي أن تفضقي منه أو تفعلي خيرا حدثنا أحمد بن محمد المروذي حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يديد النحوي عن أكرمه عن ابن عباد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وقية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فنسخ ذلك بآية المراه بما فرض لهن من الربع والثمن ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرة حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن غينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث ثلاثة قال غينب دخلت على أم حبيبة خينة وفي أبوها أبو سفيان فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم متت بعرضيها ثم قالت والله ما لي بطيب من خاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحلل امرأة تؤمن بالله واليوم آخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليالي إلا على دوج أربعة أشهر وعشرة قال الزينب ودخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب ثمثت منه ثم قالت والله ما لي بطيب من خاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر لا يحلل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليالي إلا على دوج أربعة أشهر وعشرة قال الزينب وسمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها ذلجها وقد اشتكت عينها أفنك حلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي أربعة أشهر وعشرة وقد كانت أشداكنة الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول فقال الزينب كانت المرأة إذا توفي عنها ذلجها دخلت شكشا ولبتت شرفيا بها ولم تمث طيبا ولا شيئا حتى تمر بها ثنة ثم تبتى بدابة خمار أو شاة أو طائر فتفض به فغل ما تفض بشيء إلا ما ثم تخرج فتعطى بعرة ترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره قال أبو داود الحفش بيت صغير حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بن كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سينان وهي أبو أبي تعيذ من خدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهل فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له فقال كيف قلت فردت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي قال فقال انكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قال فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرة قال فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فتبعه وقضابه حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا موسى بن مسعود حدثنا شفر عن ابن أبي نجيح قال قال نسخت هذه الآية عزتها عند أهلها فتعسد حيث شاءت وهو قول الله تعالى غير إخراج قال عطاء قال إن شاء تعسدت عند أهله وفكنت في وقيتها وإن شاءت خرجا لقول الله تعالى فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعله قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنة تعفد حيث شاء حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا يحيى بن أبي بوكير حدثنا إبراهيم بن طهمان حدثني هشام بن حسان وحدثنا عبد الله بن الجراح القهستاني عن عبد الله يعني ابن بكر السهني عن هشام وهذا لفظ ابن الجراح عن حقصة عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحج المرأة فوق ثلاثا إلا على زوج فإنها تحج عليه أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عقب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا أدنى طفرتها إذا طهرت من محيظها بنبلة من قصة أو أغفار قال يعقوب مكان عقب إلا محسولة وزاد يعقوب ولا تخفض حدثنا هارون بن عبد الله ومارك بن عبد الواحد المسمعي قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن حفة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في تمام حديثهما قال المسمعي قال يزيد ولا أعلمه إلا قال فيه ولا تخفضه وزاد فيه هارون ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عقب حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحب أبي بوكير حدثنا إبراهيم بن طهمان حدثني أديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيح عن أم تلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصر من الثياب ولا الممشقة ولا القلية ولا تخفضه ولا تكتحل حدثنا أحمد بن صالح حدثنا إبن وهو أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت المغيرة بن الضحاف يقول أخبرتني أم حكيم بن جؤسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتشي عينيها فتكتحل بالجلاء قال أحمد الصوار بكحل الجلاء فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتنسحينه بالنهار ثم قالت عند ذلك أم سلمة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم سينة وفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة فقلت إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب قال إنه يشب الوجه فلا تجعله إلا بالليل وتنزعينه بالنهار ولا تنتشقي بالطيب ولا بالسنة فإنه فضاب قال قلت بأي شيء أمتشق يا رسول الله قال بالسدر تغلفين به رأك حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهو أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عطبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلامية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفسته فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عطبة يخبره أنا سبيعة أخبرتك أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عمر بن لؤي وهو ممن شهد بدرة فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشف أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاتها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكة رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لأراك متجملة لعلك ترتجين النكاح إنك والله ما أنت بناك حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت تبيعة فلم لا قال لي ذلك جمعت علي الغيابي فين أنسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأثاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزميد إن بدى لي قالت لشهاد ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال عثمان حدثنا وقال ابن العلاء أخبرنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروح عن عبد الله قال من شاء لا عنده لأنذل سورة نساء القصرة بعد الأربعة الأشهر وعشر حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن رجائن بن حيوة عن قبيصة ابن ذؤيد عن عمر بن العاق قال لا تلبس علينا سنة قال ابن المثنى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة متوفى عنها أربعة أشهر وعشر يعني أم الولد حدثنا نسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته يعني ثلاثة فتزوجت زوجا غيره فدخل به ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل للأول حتى تذوق عطيلة الآخر ويذوق عطيلتها حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عمر بن شرفين عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه قال فقلت ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك قال قلت ثم أي قال أن تزاني حليل تجارك قال وأنزل الله تعالى تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها من آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية حدثنا أحمد بن إبراهيم عن حجاج عن ابن جريج قال وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول جاءت مسكينة لبعض الأنصار فقال إن سيدي يكرهني على البغاء فنزل في ذلك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء حدثنا عبيض الله بن معاد حدثنا معتمر عن أبيه ومن يكرهن فإن الله بعد إكراههن غفور رحيم قال 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 سعيد بن أبي الحسن غفور لهن المكرهات حدثنا أحمد بن محمد بن شبوي حدثني علي بن حسين بن وائد عن أبيه عن يزيد النحوي عن أكرمه عن ابن عباه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى صل العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة فاختان رجل نفسه فجامع مرأته وقد صلى العشاء ولم يفتر فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخطة ومن فعه فقال تبحانه علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم الآية وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويثر حدثنا نصر بن علي بن نصر الجهضمي أخبرنا أبو أحمد أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال كان الرجل إذا قام فنام لم يأكل إلى مثلها وإن صرمة بن قيس الأنصاري أتى امرأته وكان صائمة قال لا لعلي أذهب فأطلب لك شيئا فذهبت وغلبته عينه فجاء فقال خيبة لك فلم ننصف النهار حتى غشي عليه وكان يعمل يومه في أرضه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل أحل لكم ليلة الصيار رفت إلى نسائكم قرأ إلى قول من الفجر حدثنا قسيفة بن سعيد حدثنا بكر يعني ابن مضر عن عمر بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فذية طعام مسكين كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعلا حتى نزلت هذه الآية التي بعدها فنسختها حدثنا أحمد بن محمد حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرم عن ابن عباس وعلى الذين يطيقونه فذية طعام مسكين فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى وتم له حوم فقال فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم وقال فمن شهد منكم الشهرة ليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة أن عكرمة حدثت أن ابن عباس قال أثبتت للحبل والمرضى حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عديد عن سعيد عن قتادة عن عروة عن سعيد بن جبيب عن ابن عباس وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال كان فصة للشيخ الكبير والورأة الكبيرة وهما يطيقان قياما أن يفترى ويطعما مكان كل يوم مسكين والحبل والمرضع إذا خافتا قال أبو داود يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمر يعني ابن سعيد بن العرس عن ابن عمر قال قال أسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نفسد الشهر هكذا وهكذا وهكذا وخنف سليمان أسبوعه في الثالثة يعني تسع وعشرين وثلاثا حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا حماد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروحوا ولا تغفروا حتى تروحوا فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين قال فكان ابن عمر إذا كان شعبان تسع وعشرين نظر له فإن بؤي فذا وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مخطر فإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائمة قال فكان ابن عمر يفكر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب حدثنا قميد بن مسعدة حدثنا عبد الوهاب حدثني أيوب قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد وإن أحتنى ما يقدر له أن إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا إلا أن تروا هلال قبل ذلك حدثنا أحمد بن منيع عن ابن أبي زائدة عن عيسى بن بينار عن عمر بن الحارث بن أبي ضرار عن ابن مسعود قال لما قلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين أكثر مما قلنا معه ثلاثين حدثنا مسدد أن يزيد بن زريع حدثهم حدثنا خالد حزاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر حيد لا ينقصان رمضان وذل فجة حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد في حديث أيوب عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم قال وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وكل عرفة موقف وكل من المنحر وكل فجاج مكة منحر وكل جمع موقف حدثنا أحمد بن حنبل حدثني عبد الرحمن بن مهدي حدثني معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن هم عليه عبد ثلاثين يوما ثم صار حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن سراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة قال أبو داود ورواه تفيان وغيره عن منصور عن ربعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي حذيفة حدثنا الحسن بن علي حدثنا حسين عن زائدة عن تماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر بطيان يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم ولا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا والشهر تسع وعشرون قال أبو داود رواه حاسم بن أبي صغيرة وشعبة والحسن بن صالح عن تماك بمعناه لم يقولوا ثم أفطروا قال أبو داود وهو حاسم بن مسلم ابن أبي صغيرة وأبو صغيرة زوج أمه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن مطرف عن عمران بن حسين وسعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من شهر شعبان شيئا قال لا قال فإذا أفطرت فصم يوما وقال أحدهما يومين حدثنا إبراهيب بن العلاء الزبيدي من كتابه حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الله بن العلاء عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة قال قام معاوية في الناس بذير مسحل الذي على باب حمس فقال يا أيها الناس إنا قد رأينا الهلاء يوم كذا وكذا وأنا متقدم بالقيام فمن أحب أن يفعله فليفعل قال فقام إليه مالك بنه بيرة السبئي فقال يا معاوية أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء من رأيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوم الشحر وفرة حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي في هذا الحديث قال قال الوليد سمعت أبا عمر يعني الأوزاعي يقول سره أوله حدثنا أحمد بن عبد الواحف حدثنا أبو مسهر قال كان سعيد يعني ابن عبد العزيز يقول سره أوله قال أبو داود وقال بعضهم سره وسطه وقالوا آخره حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر أخبرني محمد بن أبي حرملة أخبرني كريم أن أم القضل ابنة الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها فسهل رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال قلت رأيته ليلة الجمعة قال أنت رأيته قلت نعم ورأاه الناس وصام وصام معاوية قال لكن رأيناه ليلة السبت بلا نزال نصومه حتى نقبل الثلاثين أو نرى فقلت أفلا تكتفي برؤية معاوية وفيامه قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثني أبي حدثنا الأشعة عن الحسن في رجل كان بمصر من الأنصار فصام يوم الاثنين وشهد رجلان أنهما رأيان هلال ليلة الأحد فقال لا يقضي ذلك اليوم الرجل ولا أهل مصر إلا أن يعلموا أن أهل مصر من أمصار المسلمين قد صاموا يوم الأحد فيقضون حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمر بن قيس عن أبي إسحاق عن خلة قال كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه فأتى بشات فتنحى بعض القوم فقال عمار من صام هذا اليوم فقد عطى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلم فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك اليوم حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن توبة العنبري عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلم عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد قال قدم عباد بن كثير المدينة فمال إلى مجلس العلاء فأخذ بيده فأقامه ثم قال اللهم إن هذا يحدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا فقال العلاء اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بدا قال أبو داود رواه الثوري وشبل بن العلاء وأبو عميث وزهير بن محمد عن العلاء قال أبو داود وكان عبد الرحمن لا يحدث به قلت لأحمد لمقال لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان في رمضان وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه قال أبو داود وليس هذا عني خلافه ولم يجيئ به غير العلاء عن أبي حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البلزاز حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن أبي مالك الأشجعي حدثنا حسين بن الحارف الجدلي من جديلة قيس أن أمير مكة خطب ثم قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك لرؤية وإن لم نرى وشهد شاهداء عدل نسكنا بشهادتهما فسألت الحسين بن الحارف من أمير مكة قال لا أدري ثم لقيني بعد فقال هو الحارف بن حاطب أخو محمد بن حاطب ثم قال الأمير إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأومأ بيده إلى رجل قال الحسين فقلت لشيخ إلى جنبي من هذا الذي أومأ إليه الأمير قال هذا عبد الله بن عمر وصدق كان أعلم بالله منه فقال بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد وخلف بن هشام المقرئ قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن ربعي بن فراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان قدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهلا الهلال أمس عشية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يصفروا ذا دخلكم في حديثك وأن يغدوا إلى مصلاقه حدثنا محمد بن بكار بن غيان حدثنا الوليد يعني ابن أبي ثو وحدثنا الحسن بن علي حدثنا الحسين يعني الجعفي عن ذائدة المعنى عن ثماك عن عكمة عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال قال الحسن في حديثك يعني رمضان فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا حدثني موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثماك بن حر عن عكرمة أنهم شكوا في هلال رمضان مرة فأرادوا أن لا يقوموا ولا يصوموا فجاء أعرابي من الحرة فشهد أنه رأى الهلال فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال نعم وشهد أنه رأى الهلال فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا قال أبو داود رواه جماعة عن ثماك عن أكرمة مرسلة ولم يذكر القيام أحد إلا حماد بن سلم حدثنا محمود بن خالد وعبد الله وعبد الرحمن السمر قندي وأنا لحديثه أتقن قال حدثنا مروان هو ابن محمد عن عبد الله ابن وهب عن يحيى بن عبد الله ابن ثالب عن أبي بكر ابن نافع عن أبي عن ابن عمر قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصانه وأمر الناس بخيانة حدثنا حدثنا عبد الله ابن المبارك عن موسى بن علي ابن رباح عن أبي عن أبي خيس مولى عمر ابن العاص عن عمر ابن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين خيامنا وخيام أثل الكتاب أثلة السحر حدثنا عمر ابن محمد الناقض حدثنا حمال ابن قالد الخيار حدثنا معاوية ابن صالح عن يونس ابن سيف عن حارف ابن زياد عن أبي رفن عن الأعباط ابن سارية قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال هلم إلى الغداء المبارك حدثنا عمر ابن الحسين ابن ابراهيم حدثنا محمد ابن الوزير أبو المطرف حدثنا محمد ابن موسى عن سعيد المقبور عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور المؤمن التمر حدثنا مسدد حدثنا حمد ابن زيد عن عبد الله ابن سوادة القشيري عن أبي سمعت ثمرة ابن جند بن يخطب وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن من سحوركم أدان بلال ولا بياض الأفق الذي هكذا حتى يستطير حدثنا مسدد حدثنا يحيا عن السيني وحدثنا أحمد ابن يونس حدثنا زهير حدثنا سليمان السيني عن أبي عثمان عن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينعن أحدكم أذان بلال من سحور فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم وينتبه نائمكم وليس الفجر أن يقول هكذا قال مسدد وجمع يحيا كفيه حتى يقول هكذا ومد يحيا بأصبعيه السبابتين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا ملازم بن عمر عن عبد الله بن نعمان حدثني قيس بن طلق عن أبيه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الصاقع المصعد فكلوا واشربوا حتى يعقرض لكم الأحمر قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل اليمام حدثنا مسدد حدثنا حصين بن نمير وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إذن إدريت المعنى عن حصين عن الشعب عن عدي بن حاسم قال لما نزلت هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال أخذت عقالا أبيض وعقالا أسود فوضعتهما تحت وسادتي فنظرت فلم أتبين فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال إن وسادك لعريض طويل إنما هو الليل والنهار وقال عثمان إنما هو سواد الليل وبياض النهار حدثنا عبد الأعلى بن حمد حدثنا حمد عن محمد بن عمر عن أبي سلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع حدثنا هشام وحدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن هشام المعنى قال هشام بن عروة عن أبي عن عاصم بن عمر عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الليل منها هنا وذهب النهار منها هنا زاد أسدد وغابت الشم فقد أفصر الطائر حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طائم فلما غربت الشم قال يا بلال انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله لو أنصيت قال انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله إن عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا فنزل فجدح فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الطائم وأشاره أسبوعه قبل المشر حدثنا وهو ابن بقية عن خالب عن محمد يعني ابن عمر عن أبي سلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤثرون حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا ومسروك فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة قال أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة قلنا عبد الله قال كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول عن حصة من جسيرين عن الضباب عن سلمان بن عامر عن مها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم قائما فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طهور حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا ثابت للبناني أنه سمع آس ابن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رقبات قبل أن يصل فإن لم تكن رقبات فعلى ثمرات فإن لم تكن حسا حسوات من ماء حدثنا عبد الله بن محمد ابن يحيى أبو محمد حدثنا علي بن الحسن أخبرني حسين بن واقد حدثنا مروان يعني ابن سالم المقفع قال رأيت ابن عمر يقفض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخبر قال ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله حدثنا مسدد حدثنا هشيم عن حصين عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخبر قال اللهم لك صم وعلى رزقك أخبر حدثنا هاروم بن عبد الله ومحمد بن العلا المعنى قال حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن قاطمة بنت المنذر عن أثناء بنت أبي بكر قال أفطرنا يوما في رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلع في الشم قال أبو أسامة قلت لهشام أمروا بالقضاء قال وبد من ذلك حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن نالك عن نافة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال قال فإنك تواطل يا رسول الله قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأطقى حدثنا قتيبة بن سعيد أن بكر بن مضر حدثهم عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواقلوا فأيكم أراد أن يواقل فليواقل حتى السحر قالوا فإنك تواطل قال إني لست كهيئتكم إن لي مطعما يطعمني وساقيا يسقي حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه وقال أحمد فهمت إسناده من ابن أبي ذئب وأفهمني الحديث رجل إلى جنب قراءه ابن أخيه حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الذناد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة إذا كان أحدكم صائمة فلا يرفث ولا يجهل فإن مدئ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم حدثنا محمد بن الصباح حدثنا شريك وحدثنا مسدد حدثنا يحيا عن صفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيع وعن أبيه قال فأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاف وهو صائم زاد مفدد ما لا أعد ولا أصف حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في شفره عام الفتح بالفتح وقال تقووا لعدوكم وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأته الماء وهو طائم من العطش أو من الحر حدثنا قسيبة بن سعيد حدثني يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دالك في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا حسن بن موسى حدثنا شيبان جميعا عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي أسماء يعني الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم قال شيبان أخبرني أبو قلابة أن أبا أسماء الرحبي حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا حسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى قال حدثني أبو قلابة الجرمي أنه أخبره أن شداد أبن أوثن بينما هو يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه حدثنا نوسى بن إسماعيل حدثنا وفيد حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعر عن شداد بن أوثن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبخيع وهو يحتجن وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلق من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم قال أبو داود وروا خالد الحذاء عن أبي قلابة بإسناد أيوب مثله حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن ابن جريج أخبرني مكفول أن شيخا من الحي قال عثمان في حديثه مصدق أخبر أن ثوبان مولى رفول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم حدثنا محمود بن خالد حدثنا مروان حدثنا الهيثم بن حميد أخبرنا العلاء بن الحارف عن مكحول عن أبي أثناء الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم قال أبو داود ورواه ابن ثوبان عن أبيه عن مكهول بإسناده مثله حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمر حدثنا عبد الوارث عن عيوب عن عكرمة عن ابن عباث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم قال أبو داود رواه هيب بن خارج عن أيوب بإسناده مثله وجعفر بن ربيعة وهشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباث مثله حدثنا حسك بن عمر حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم حدثنا أحمد بن خنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن بن عادث عن عبد الرحمن بن أبي ليلا حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما ابقاء على أبهابه فخيل له يا رسول الله إنك توافل إلى السحر فقال إني أوافل إلى السحر وربي يطعمني ويسخيني حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن ثابت قال قال ألث ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهة حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن زيد إن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفكر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجج حدثنا النبيدي حدثنا علي بن ثابت حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هودث عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثم دي المروح عند النوم وقال ليتقه الضاء قال أبو داود قال لي يحيى بن معين هو حديث منكر يعني حديث الكحر حدثنا وهو بن بقية أصدرنا أبو معاوية عن عطبة أبي معاذ عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنث عن أنث بن مالك أنه كان يكتحل وهو طائم حدثنا محمد بن عبد الله المخرم ويحيى بن موسى البلقي قالت حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمى شخال ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحر للصائم وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن تيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من درعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليق قال أبو داود رواه أيضا حفظ مغيات عن هشام مثل حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمر حدثنا عبد الوارد حدثنا الحسين عن يحيى حدثني عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي عن يعيش بن الوليد بن هشام أن أباه حدث حدثني مع جانس مطلحة أن أبا الدرداء حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأفطر فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق فقلت إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأفطر قال صدق وأنا صدقت له وضوء حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعرقم عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملك لإردل حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمر بن ميمون عن عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شفر الصو حدثنا محمد بن كثير أصدرنا سخيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله يعني ابن عثنان الخرشي عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائم حدثنا أحمد بن يونس حدثنا الليل وحدثنا عيسى بن حماد أخبرنا الليل بن سعد عن بكير بن عبد الله عن عبد الملك بن سعيد عن جابر بن عبد الله قال قال عمر بن الخطاب أششتت وقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم قال أرأيت لو مغمضت من الماء وأنت صائم قال عيسى بن حماد في حديثه قلت لا بأس به ثم اتفقا قال فمه حدثنا محمد بن عيسى حدثنا محمد بن دينار حدثنا سعد بن أوثن العبدي عن مضع نبي يحيا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويموص لسانها حدثنا نصر بن علي حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري أخبرنا إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرقص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رحص له شيخ والذي نهاه شار حدثنا لقع نبي عن مالك وحدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأدرمي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارك بن هشار عن عائشة وأوم سلم زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا قال عبد الله الأدرمي في حديثه في رمضان من جماع غير احتلام ثم يصوم قال أبو داود وما أقل من يقول هذه الكلمة يعني يصبح جنوبا في رمضان وإنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا وهو صائر حدثنا عبد الله بن مسلمة يعني احقى نبي عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر من الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب يا رسول الله إني أصبح جنوبا وأنا أريد الصيام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنوبا وأنا أريد الصيام فأكتسل وأقول فقال الرجل يا رسول الله إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتبع حدثنا مسدد ومحمد بن عيسى المعنى قال حدثنا سفيان قال مسدد حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلقت فقال ما شأته قال وقعت على امرأتي في رمضان قال فهل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تستطيع أن تطعم سكين مسكينة قال لا قال اجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تم فقال تصدق به فقال يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ذدت سناياه قال فأطعمه إياهم وقال مسدد في موضع آخر أن ياهو حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد غزاق أخبرنا معمر عن زهري بهذا الحديث بمعنى زاد الزهري وإنما كان هذا رقصة له خاصة فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكثير قال أبو داود رواه ليس بن سعد والأوزاعي ومنصور بن المعتمر وعراق بن مالك على معنى ابن عيينة زاد فيه الأوزاعي واستغفر الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أفقر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبه أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكين قال لا أجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجد فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تم فقال خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله ما أحد أحوج مني فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أن يابه وقال له كل قال ابن داود رواه ابن جعيج عن الذهي على لفظ مانك ان رجلا اصفر وقال فيه او تعتق رقب او تصوم شهرين او تطعم ستين مسكين حدثنا جعفر ابن مسافر حدثنا ابن ابي فديف حدثنا هشام ابن سعد عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هغيرة قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم افضر في رمضان بهذا الحديث قال فاتي بعرق فيه تم قدر خمسة عشر صاعا وقال فيه كله انت واهل بيتك وصم يوما واستغفر الله حدثنا سليمان ابن داود المهري اخبرنا ابن وهب اخبرني عمر بن حارف ان عبد الرحمن ابن القاسم حدث ان محمد ابن جعفر ابن زبير حدث ان عباد ابن عبد الله ابن زبير حدث انه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول اتى رجلا الى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقت فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه قال اصبت اهلي قال تصدق قال والله ما لي شيء ولا اكبر عليه قال اجلس فجلس فبينما هو على ذلك اقضل رجل يسوق حمارا عليه طعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اين المحترق آنفا فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بها فقال يا رسول الله اعلى غيرنا فوالله انا نجياع ما لنا شيء قال كلوا حدثنا محمد ابن عوح حدثنا سعيد ابن ابي مريم حدثنا ابن ابي الزناد عن عبد الرحمن ابن الحارف عن محمد ابن جعفر ابن زبير عن عباد ابن عبد الله عن عائشة بهذه القصة قال فأتي بعرق فيه عشرون طاعة حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة وحدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا شعبة عن حبيب ابن ابي ثابت عن عمارة ابن عمير عن ابن مطوث عن ابي قال ابن كثير عن ابن مطوث عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افطر يوما من رمضان في غير رفة رخفها الله لم يقضي عنه فيا مدة حدثنا احمد ابن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سبيان حدثني حبيب عن عمارة عن ابن المطوث قال فلقيت ابن المطوث فحدثني عن ابي عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل حبيب ابن كثير وسليمان قال ابو داود واختلف على سبيان وشعبة عنهما ابن المطوث وابو المطوث حدثنا نوسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن ايوب وحبيب وهشام عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رفول الله اني اكلت وشربت ناسيا وانا صائم فقال اضعمك الله وتقاك حدثنا عبدالله ابن مسلمة القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن انه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ان كان ليكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه حتى يأتي شعبان حدثنا احمد ابن صالح حدثنا ابن وقف اخبرني عمر ابن الحارث عن عبيد الله ابن ابي جعفر عن محمد ابن جعفر ابن زبير عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه قال ابو جاود هذا في النذر وهو قول احمد ابن حمد حدثنا محمد ابن كثير اخبرنا سفيان عن ابي حسين عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال اذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يقم اطعم عنه ولم يكن عليه قضى وان كان عليه نذر قضى عنه وليه حدثنا سليمان ابن حرب ومسدد قال حدثنا حمد عن هشام ابن عروة عن عائشة ان حمزة الاسلامية سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رجل اسرد صوم افأصوم في السفر قال صم ان شئسا وابطر ان شئ حدثنا عبدالله ابن محمد الفيلي حدثنا محمد ابن عبد المجيد المدني قال سمعت حمزة ابن محمد ابن حمزة الاسلامية يذكر ان اباه اصبر عن جده قال قلت يا رسول الله اني صاحب ظهر اعالده اسافر عليه واكفيه وانه ربما طادتني هذا الشهر يعني رمضان وانا اجد القوة وانا شاب واجد بان اصوم يا رسول الله اهون علي من ان اسفره فيكون دينا افأصوم يا رسول الله اعظم الاجري او افطر قال اي ذلك شئس يا حمزة حدثنا مسدد حدثنا ابو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاوور عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة حتى بلغ عسان ثم دعا باناء فرفعه الى فيه ليريه الناس وذلك في رمضان فكان ابن عباس يقول قد قام النبي صلى الله عليه وسلم وافطر فمن شاء قام ومن شاء افطر حدثنا احمد بن يونس حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن انس قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام بعضنا وافطر بعضنا فلم يعد الصائم على المخبر ولا المخبر على الصائم حدثنا احمد بن صالح ووهو بن بيان المعنى قال حدثنا ابن وهو حدثني معاوية عن ربيعة ابن يزيد انه حدث عن قزعة قال اتيت ابا سعيد من الخدري وهو يحيي الناس وهم مكبون عليه فانتظرت خلوته فلما خلى سألته عن قيام رمضان في السفر فقال فرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان عاما فتح فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ونصوم حتى بلغ منزلا من المنازل فقال انكم قد دنوتم من عدوكم والفطر اقوى لكم فاصبحنا منا الصائم ومنا المفطر قال ثم سرنا فنزلنا منزلا فقال انكم تصبحون عدوكم والفطر اقوى لكم فافطروا فكانت عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو سعيد ثم لقد رأيتني اصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبعد ذلك حدثنا ابو الوليد الطيارسي حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن سعد بن زرارة عن محمد بن عمر بن حسن عن جادر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يضلل عليه والزحام عليه فقال ليس من البر اصطيام في السفر حدثنا شيبان بن فروح حدثنا ابو هلال من راسبي حدثنا ابو سوادة القشيري عن انس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب اخوة بني قشيري قال اغارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيت او قال فانطلقت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل فقال اجلس فاصد من فعامنا هذا فقلت اني صاغ قال اجلس احدثك عن الصلاة وعن الصيام ان الله تعالى وضع شطر الصلاة او نصف الصلاة والصوم عن المساثر وعن المرضع او القبلة والله لقد قالهما جميعا او احدهما قال فتلففت نفسي ان لا اكون اكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا مؤمل ابن الفضل حدثنا الوليد حدثنا سعيد ابن عبد العزيز حدثني اسماعيل ابن عبيد الله حدثتني ام الدرداء عن ابي الدرداء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواتك في حر شديد حدا ان احدنا ليضع يده على رأسه او كفه على رأسه من شجة الحر ما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواح حدثنا حامد بن يحيا حدثنا هاشم بن القاسم وحدثنا عقبة بن مكرم حدثنا ابو قتيبة المعنى قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الازدي حدثني حبيب بن عبد الله قال سمعت سنان ابن سلمة بن المحبق الهدلي يحدث عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له حمولة تأوي الى شبع فليصم رمضان حيث ادرك حدثنا نصر بن المهاجر حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارد حدثنا عبد الصمد بن حبيب قال حدثني ابي عن سنان ابن سلمة عن سلمة بن المحبق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادركه رمضان في السفر فذكر معناه حدثنا عبد الله بن عمر حدثني عبد الله بن يزيد وحدثنا جعفر بن مساثر حدثنا عبد الله بن يحيا المعنى حدثني سعيد بن ابي ايوب وزاد جعفر والليل حدثني يزيد بن ابي حبيب ان كليب بن ذهل الحضرمي اخبره عن عبيب قال جعفر بن جب قال كنت مع ابي بصرة العفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفصار في رمضان فرفع ثم قرب غدا قال جعفر في حديثه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة قال اقترب قلت الست ترى البيوت قال ابو بصرة اترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعفر في حديثه فأكل حدثنا عيسى بن محمد اخبرنا الليل يعني ابن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن منصور الكلبي ان دحية ابن خليفة خرج من قرية من دمشق مرة الى قدر قرية عقبة من القلطاط وذلك ثلاثة اميال في رمضان ثم انه افطر وافطر معه ناس وكره اخرون ان يفطروا فلما رجع الى قريته قال والله لقد رأيت اليوم امرا ما كنت اظن اني اراه ان قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يقول ذلك للذين صامت ثم قال عند ذلك اللهم اقبضني اليك حدثنا مسدد حدثنا المعتمر عن عبيد الله عن ناته ان ابن عمر كان يخرج الى الغابة فلا يفكر ولا يقفر حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن المهلب ابن ابي حبيبة حدثنا الحسن عن ابي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن احدكم اني صمت رمضان كله وقمته كله فلا ادري اكريها التزكية او قال لابد من نومة او رقد حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وهذا حديث قال حدثنا سفيان عن الزغري عن ابي عبيد قال شهدت العيد مع عمر فبدأ بالصلاة قبل الخط ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيان هذي اليومين اما يوم الاضحى فتأتلون من لحم نسككم واما يوم الفطر ففطركم من صيانكم حدثنا نوسى بن اسماعيل حدثنا وهيد حدثنا عمر بن يحيا عن ابي عن ابي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيان يومين يوم الفطر ويوم الاضحى وعن لبستين الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب الواحد وعن الثلاث في ساعتين بعد الصبح وبعد العصر حدثنا عبد الله ابن مسلمة القعنبي عن مالك عن يزيد ابن الهاد عن ابي مرة مولى ام هان انه دخل مع عبد الله ابن عمر على ابيه عمر ابن العار وقرب اليهما طعام فقال كل فقال اني صائر فقال عمر كل فهذه الايام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيابها قال نالك وهي ايام التشرير حدثنا الحسن بن علي حدثنا وهب حدثنا موسى بن علي وحدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا وكيع عن موسى بن علي والاخبار والاخبار في حديث وهب قال سمعت ابي انه سمع عهوة ابن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم محر وايام التشرير عيدنا اهل الاسلام وهي ايام اكل وشرف حدثنا مسدد حدثنا ابو معاوية عن اعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطم احدكم يوم الجمعة الا ان يطوم قبله بيوم او بعد حدثنا حميد ابن مسعدة حدثنا سفيان وحدثنا يزيد ابن قبيس من اهل جبرة حدثنا الوليد جميعا عن حور ابن يزيد عن خالد ابن معدان عن عبد الله ابن مصر السلمي عن اخته وقال يزيد الصماء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم السبت الا في مفترض عليكم وان لم يجد احدكم الا لحاء عنابة او عود شجرة اليمضغ قال ابو داود وهذا حديث منسوخ حدثنا محمد ابن كثير حدثنا همام عن قتادة وحدثنا حص ابن عمر حدثنا همام حدثنا قتادة عن ابي ايوب قال حص عن جويرية بنت الحارث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي طائمة فقال اصمت امت قالت لا قال تريدين ان تصومي غدا قالت لا قال فاختري حدثنا عبد الملك ابن شعيب حدثنا ابن وهب قال سمعت ليت يحدث عن ابن شهاب انه كان اذا ذكر له انه نهى عن فيام يوم السف يقول ابن شهاب هذا حديث حمصي حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان حدثنا الوليد عن الاوزائي قال ما زلت له كافما حتى رأيته انتشرا يعني حديث عبد الله بن بسر هذا في قوم يوم السف قال ابو داود قال مالك هذا كذب حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن ابي قتادة ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تصوم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله فلما رأى ذلك عمر قال رضينا بالله ربا وبالاسلام دين وبمحمد النبي نعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله فلم يزل عمر يرددها حتى سكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله قال لا صام ولا افضر قال مسدد لم يصم ولم يفضر او ما صام ولا افضر شك غيلان قال يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين ويفضر يوم قال او يطيق ذلك احد قال يا رسول الله فكيف بمن يصوم يوما ويفضر يوما قال ذلك صوم داوود قال قال يا رسول الله فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين قال وددت أني طوقت ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا خيام الدهر كل وخيام عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصوم يوم عاشراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مهدي حدثنا غيلان عن عبد الله بن بعبد الزماني عن أبي أسادة بهذا الحديث زاد قال يا رسول الله أرأيت طوم يوم الإثنين ويوم الخميث قال فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيف وأبي سلم عن عبد الله بن عمر بن العاف قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم أحدث أنك تقول لأقومن الليل ولأقومن النهار قال أحكبه قال نعم يا رسول الله قد قلت ذاك قال قم ونم وصم وأفضر وصم من كل شهر ثلاثة أيام وذاك من يصيان الدخل قال قلت يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفضر يومي قال فقلت إني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفضر يوما وهو أعدل الصيام وهو فيام داود قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماذ عن سعيد الجريري عن أبي السليل عن مجيبة الباهرية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتىه بعد سنة وقد غيرت حاله وهيئته فقال يا رسول الله أما تعرفني قال ومن أنت قال أنا الباهري الذي جئتك عاما أول قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة قال ما أكلت طعاما إلا بليل منذ فارقته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمع تبت نفسك ثم قال ثم شهر الصبر ويوما من كل شهر قال زدني فإن بي قوة قال ثم يومين قال زدني قال ثم ثلاثة أيام قال زدني قال ثم من الحرم واترف ثم من الحرم واترف ثم من الحرم واترف وقال بأفابعه ثلاثة فضمها ثم أرسلها حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وإن أفضل الصلاة بعد المفروض صلاة من الليل لم يقل قتيبة شهر قال رمضان حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا عيسى حدثنا عقمان يعني ابن حكيم قال سألت سعيد بن جبير عن صيان رجل فقال أخبرني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيم سمع عائشة تقول كان أحب شهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان حدثنا محمد بن عثمان العجري حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى عن هارون بن سلمان عن عبيد الله بن مسلم القرشي عن أبيه قال سألت أو تئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيان الدهر فقال إن لأهلك علوك حقا ثم رمضان والذي يليد وكل أربعاء وخميس فإذا أنت قد قمت الدهر قال أبو داود وافقه زيد العكري وخالفه أبو نعيم قال مسلم بن عبيد الله حدثنا النبي لي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن طفوان بن سليم وسعد بن سعي عن عمر بن ثابت الأنصري عن أبي أيوب الصاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صامت حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النظر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يخبر ويخبر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل فيام شهر قطر إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر قياما منه في شعبان حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى زادة كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كلا حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيا عن عمر بن أبي الحكم بن ثوبان عن مولى قدامة بن مضعون عن مولى أسامة بن ذيت أنهم طلق مع أسامة إلى واد القرى في طلب مال له فكان يصوم يوم الإثنين ويوم الخميس فقال له مولاه لم تصوم يوم الإثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير فقال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الإثنين ويوم الخميس وسئل عن ذلك فقال إن أعمال العباد تعرض يوم الإثنين ويوم الخميس قال أبو داود كذا قال هشام الدستوائي عن يحيا عن عمر بن أبي الحكم حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن حر بن الصباح عن هنيدة بن خالد عن امرأة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة للحجة ويوم عاشورا وثلاثة أيام من كل شهر أول إثنين من الشهر والخميس حدثنا عطمان بن أبي شيبة حدثنا وقيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح ومجاهد ومسلم البطي عن سعيد بن جبيب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العش قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشرق حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حوشب بن عقيل عن مهدي الهجري حدثنا عكرمة قال كنا عند أبي هريرة في بيته فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة حدثنا القعنبي عن مالك عن أب النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباد عن أم القضي بن كي الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو قائم وقال بعضهم ليس بقائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرت حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء يوما فصومه قريش في الجاهدية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهدية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامة وأمر بصيابة فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامة ومن شاء ترك حدثنا يحيا عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان عاشوراء يوما نصومه في الجاهدية فلما نزل رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يوم من أيام لا فمن شاء صامه ومن شاء تركه حدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبيب عن ابن عفاس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون ونحن نصومه تعظيما له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أودى بموسى منكم وأمر بالفيان حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب أن إسماعيل بن أمية القرشية حدثه أنه سمع أبا غففان يقول سمعت عبد الله بن عفاس يقول حين صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمرنا ذفيان قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل ثمنا يوم التاسع فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا مكدد حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن معاوية بن غلال وحدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرني حاجب بن عمر جميعا المعنى عن الحكم بن الأعرى قال أتيت ابن عباث وهو متوسد رداءه في المسجد الحرام فسألته عن قوم يوم عاشوراء فقال إذا رأيت هلالا محرم فأعدد فإذا كان يوم التاسع فأصبح طائم فقلت كذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم فقال كذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم حدثنا محمد بن المنهان حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتابة عن عبد الرحمن بن مسلم عن عمه أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قمتم يومكم هذا قالوا لا قال فأتموا بقية يومكم واقضوه قال أبو داود يعني يوم عاشوراء حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن عيسى ومسدد والإخبار في حديث أحمد قالوا حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال أخبرني عمر بن أوس سمعه من عبد الله بن عمر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود كان ينام نصفه ويقوم ثلثة وينام ثلثة وكان يحفر يوما ويطوم يوما حدثنا محمد بن كثير حدثنا همام عن أنث أخي محمد عن ابن ملحان القيسي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمت عشرة قال وقال هنك هيئة الدهر حدثنا أبو كامل حدثنا أبو داود حدثنا شيبان عن عاصم عن ذر عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يعني من غرة كل شهر ثلاثة أيام حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن ثوائن الخزاعي عن حفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من الشهر الاثنين والخميسة والاثنين من الجمعة الأخرى حدثنا زهير بن حرب حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الحسن بن عبيد الله عن هنيدة الخزاعي عن أمه قال دخلت على أم سلمة فسألتها عن القيام وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر أولها الاثنين والخميسة حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن يزيد الرشق عن معادة قالت قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام قالت نعم قلت من أي شهر كان يصوم قالت ما كان يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر بن حز عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي عن حفقة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا يقيام له قال أغو داود رواه ليس وإسحاق بن حازم أيضا جميعا عن عبد الله بن أبي بكر مثله ووقفه على حفقة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيلي كلهم عن الزهري حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وقيع جميعا عن طلحة بن يحيى عن عائشة بن طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل علي قال هل عندكم طعام فإذا قلنا لا قال إني صائم زاد وكيع فدخل علينا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث فحبثناه له فقال أدنيه قال طلحة فأصبح صائما وأفطر حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحار عن أم هانئن قال لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت طاقمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هانئن عن يمينه قالت فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله أم هانئن فشربت منه فقالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة فقال لها أكنت تقضين شيئا قالت لا قال فلا يضرك إن كان تطوع حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن ذميل مولى عروة عن عروة بن الزبي عن عائشة قال أهدي لي ولحفة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له يا رسول الله إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليكم طوما مكانه يوما آخر حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الغزاق حدثنا معمر عن همام اذن منبه أنه سمع أبا فريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعدها شاهد إلا بإذنه غير رمضان ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه حدثنا عثمان أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي تعيد قال جاءت مرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقال يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعقل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس قال وصفوان عنده قال فسأله عما قال فقال يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها قال فقال لو كانت سورة واحدة لكفت الناس وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذا لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس قال فإذا استيقظت فصل قال أبو داود رواه حماد يعني ابن سلم عن حميد أو ثابت عن أبي المتوكل حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا لوليد عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان مخفرا فليطعم وإن كان طائما فليقل قال هشام والصلاة الدعاء قال أبو داود رواه حفظ بن غياث أيضا عن هشام حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو طائم فليقل إني طائم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله ثم اعتكف أزواجه من بعد حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أبي رافع عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما لما كان في العام المقبل يعتكف عشرين ليلة حدثنا عثمان أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ويعلق عبيد عن يحي بن سعيد عن عمر عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه قالت وإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان قالت فأمر ببنائه فضرب فلما رأيت ذلك أمرت ببنائي فضرب قالت وأمر غيري من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه فضرب فلما صلى الفجر نظر إلى الأبنية فقال ما هذه البر تردن قالت فأمر ببنائه فقوض وأمر أزواجه بأبنائهن فقوض ثم أخر الاتكاف إلى العشر الأول يعني من شوال قال أبو داود رواه ابن إسحاق والأوزاعي عن يحيى بن سعيد نحوه ورواه مالك عن يحيى بن سعيد قال تعتكف عشرين من شوال حدثنا سليمان ابن داود المهري أخبرنا ابن وهب عن نونس أن نافع أخبر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان قال نافع وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رفول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد حدثنا هناز عن أبي بكر عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه يعتكف عشرين يوم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن زبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عتكف يدني إلي رأته فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو قال أبو داود وكذلك رواه يونس عن الزهري ولم يتابع أحد مالكا على عروة عن عمر ورواه معمر وزياد بن سعد وغيرهما عن الزهري عن عروة عن عائشة حدثنا سلينا بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن عبي عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا في المسجد فيناولني رأسه من خلل الحجرة فأغسل رأسه وقال وسدد فأرجله وأنا حاق حدثنا أحمد بن شب ويه الملوزي حدثني عبد غزاق أخبرني معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحجثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبا وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي قال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شر حدثنا محمد بن يحيا بن فارق حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري بإسناده بهذا قالت حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلم مر بهنا رجلان وساق معنا حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ومحمد بن عيسى قال حدثنا عبد السلام بن حرب أخبرنا الليت بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبي عن عائشة قال النفيلي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه وقال ابن عيسى قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف حدثنا وابو بن بقية أخبرنا خالد عن عبد الرحمن يعني يعني ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمث امرأة ولا يباشرها ولا يقرد بحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بطوم ولا اعتكاف إلا في مجد جام قال أبو داود غير عبد الرحمن لا يقول فيه قالت السنة قال أبو داود جعله قول عائشة حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا أبو داود حدثنا عبد الله بن بودين عن عمر بن دينا عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف وصوم حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح القرشي حدثنا عمر بن محمد يعني العنقذ عن عبد الله بن بديل بإسناده نحوه قال فبينما هو معتكف إذ كبر الناس فقال ما هذا يا عبد الله قال سبيوا هوازن أعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم قال وتلك الجارية فأرسلها معهم حدثنا محمد بن عيسى وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد عن صالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قال اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى صفرة والحمرأ ربما وضعنا قصة تحتها وهي تصلي حدثنا يا مؤمل بن الفضل حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن أوزاعي عن الزهري عن عضاء بن يزيد عن أبي فعيد الخدري أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد فهل لك من إبل قال نعم قال فهل تؤدي صدقتها قال نعم قال فعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا حدثنا أبو بكر وعثمان ابناء أبي شيبة قال حدثنا شريك عن المقدام ابن شريح عن أبي قال سألت عائشة رضي الله عنها عن البداوة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه الثلاع وإنه أراد البداوة مرة أرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدق فقال لي يا عائشة ارفقي فإن الرزق لم يكن في شيء قط إلا ذان ولا حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي هند عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغرب حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاوت عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا حدثنا مفدد حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد حدثنا عامر قال أتى رجل عبدالله بن عمر وعنده القوم حتى جلس عنده فقال أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا معاد بن هشام حدثني أبي عن قتاذة عن شهر بن حوشة عن عبدالله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم تغذرهم نفس الله وتحفرهم النار مع القردة والخنازير حدثنا حدثنا حيوة بن شريح الحضرم حدثنا بقية حدثني بحير عن خالد يعني ابن معدان عن ابن أبي قتيل عن ابن حواذة قال قال رسول الله سيطير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق قال ابن حوالة خرني يا رسول الله إن أدركت ذلك فقال عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجدل إليها خيرته من عباده فأما إن أبيتم فعليكم بيمدكم واثقوا من غدركم فإن الله توكلني بالشام حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قتاد عن مطر عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجان حدثنا أبو الوليد الطيارسي حدثنا سليمان بن كثير حدثنا الزهري عن عطاء الدياذيد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي المؤمنين أكمل إيمانا قال رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله ورجل يعبد الله في شعر من الشعاب قد كفي الناس شرح حدثنا محمد بن عطمان السنوخي أبو الجماهر حدثنا الهيثم بن حميد أخبرني العلاء بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله إئذن لي في السياحة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تعالى حدثنا محمد بن المصرفة حدثنا علي بن عياش عن الليك بن سعر حدثنا حيوة عن أبي شفي عن شفي بن ماتع عن عبد الله هو بن عمع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قفلة كغزوة حدثنا عبد الرحمن بن سلام حدثنا حجاج بن محمد عن فرد بن فضالة عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شمات عن أبي عن جدي قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاة وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول فقال لها بعض أرحاب النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة فقالت إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنك له أجر شفيدين قالت ولماذاك يا رسول الله قال لأنه قتله أهل الكتاب حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن زكريا عن مطرف عن بشر أبي عبد الله عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرتب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاذ في سبيل الله فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا حدثنا سليمان بن داوود العتكي حدثنا حماد يعني ابن زيد عن يحيى بن سعي عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك قال حدثتني أم حرام بنت مرحان أخت أم سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندهم فاستيقظ وهو يضحف قال فقلت يا رسول الله ما أضحكك قال رأيت قوما ممن يركبوا ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة قال قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال فإنك منهم قال ثم نام فاستيقظ وهو يضحف قال فقلت يا رسول الله ما أضحكك فقال مثل مطالته قال قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين قال فتزوجها فتزوجها عبادة ابن الصامت فغزى في البحر فحملها معه فلم نرجع قربت لها بغلة لتركبها وصرعتها فاندقت عنقها حجثنا حجثنا القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلح عن ألس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان وكانت تحت عبادة ابن الصامت فدخل عليها يوما فأطعمته وجلس تسلي رأسه وساق هذا الحديث قال أبو داود وماتت من تم ملحان بقبره حدثنا يحيى بن معين حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أخت أم ثلين الرميطاء قالت نام النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ وكانت تغسل رأسها فاستيقظ وهو يضحك فقالت يا رسول الله أتضحك من غأسي قال لا وساق هذا الخبر يزيد ويقص حدثنا محمد بن بكار العيشي حدثنا مروان وحدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري الدمشقي المعنى قال حدثنا مروان أخبرنا هلال بن ميمون رملي عن يعلى بن شداد عن أم حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المائد في البحر الذي يصيبه القيب له أجر شهيد والغرق له أجر شهيدين حدثنا عبد السلام بن عتيق حدثنا أبو مسهر حدثنا إسماعيل بن عبد الله يعني ابن سماع حدثنا الأوزاعي حدثني سليمان بن حبيب عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيم ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيم ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل حدثنا محمد بن الصباح البلداد حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في النار كافر وقاتله أبدا حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن قعنب عن علقمة بن مرثد عن ابن بريد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم وما من غجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة فقيل له هذا قد خلفك في أهلك فخذ من حسناته ما شئسه فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ظنكم قال أهو داود كان قعنب رجبا صالح وكان ابن أبي ليلى أراد قعنبا على القضاء فأبى عليه وقال أنا أريد الحاجة ببرهم فأستعين عليها برجل قال وأينا لا يستعين في حاجته قال أخرجوني حتى أنظر فأخرج فثوار قال كثيان بينما هو متوار إذ وقع عليه البيت فما حدثنا حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة وابن لهيعة قال حدثنا أبو هانئ الخولني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلية يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم حدثنا أحمد بن عمر بن السرح حدثنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب واسعيد بن أبي أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاد عن أبيه قال قال أسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصلاة والصيام والذكر فضاعه على النفقة في سبيل الله بسبع مئة ضاع حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بقية بن الوليد عن ابن ثوبان عن أبيه يرد إلى مكفول إلى عبد الرحمن بن غن من الأشعري أن أبا مالك الأشعري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فصل في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد أو وقطه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه أو بأي حس شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة حدثنا فعيد بن منصور حدثنا عبد الله بن وهب حدثني أبو هانئ عن عمر بن مالك عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل الميت يختم على عمله إلا المرابطة فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر